هنرجع نتكلم تاني على زي ما قلت ان انا بجمع اكتر من فيما فوق كافي واحد بنسميه فانا دايما بختار مين اللي انا عايزه على يعني انا هنا مختار ومين اللي انا عايزه على اللي هو هنا التوتل بتاع كل هو عبارة عن اللي احنا شوفناه يعني الارقام اللي موجودة تحت دي هي عبارة عن من الخاص بالجاب والارقام اللي على اليمين تحت التوتل دي اللي جاية من بتاع الجندر فلما تضم الاتنين على بعض الجدر واحد كل هو بيعمله بيوزع لك كل جندر على كل وظيفة وبيوزع كل وظيفة على الجندرز المختلفة وهكذا اليمكانات طبعا الموجودة في صوفت وير كتيرة جدا حاجات كتيرة نقدر نعملها يعني نقدر اضيف متغير ثالث طبعا هنا مش عارف اعملها بيدي لكن على الصوفت وير تقدر تعمل انك تضيف متغير ثالث بمعنى ايه افرد انا اضيفت متغير ثالث زي التعليم هيعمل ايه هيكرر نفس الجدر ده لكل مستوى تعليم على حد يعني الناس المتعلمة ثمان سنين يعمل لك جدر زي ده الناس المتعلمة اتناشف سنة جدر زي ده وهكذا بخيص ان الرقم بقى هنا مش يبقى ميتين وستة الميتين وستة دول هيشوف كم واحد من تعلم ثمان سنين ويحط في الجدر ده الجدر بتعلي اتناشر كم واحد من تعلم اتناشر يحط في الجدر بحيث تجميع الجدر كلها يديك المتين وستة هنشوف الكلام ده بالتفصيل على السوفت وير زي زي ما قلت ان انا اقدر احسب ثلاث نسب مختلفة لو انا اسامت على مجموع الرو يبقى دي بنسميه highway percentage يعني انا وااسمو من ميتين وستة على ميتين وستة لقى انا اسامت على مجموع column دي بيسميها column يبقى هاسم على 362 لو انا هاسم على total اللي هو 474 دي بيسميها percentage of the total فانت عندك الاختيارات عايز تحسب التلاتة ماشية عايز تحسب واحدة بس ما عاستحصل اتنين منهم. اوكي. كل دي انت بتعلم عليها وهو بينفذ التعليمات اللي انت بتطلبها منه. تعال نشوف الكلام ده هيتعمل ازاي على الاس باس اس. زي ما قلت طيب واقف على الاوضبوت ماشي واقف على الداتا ماشي اي واحدة من الاتنين شغل. اه. يعني لو انت واقف على الداتا اوكي. واقف على الاوضبوت اوكي. يعني من هنا او من هنا ما فيش مشكلة. يعني مش مهمة تواقف فيه. بل. عشان نعمل ال الكروس تابس الموجود فين? نفس الكلام جوه يعني يعني نanyaلايز إليس تكريب ت �att Edge. اهي. رابعة واحدة. يبقى الصور اي Load. يعني اختار كروس تابس. هيطلع لي الشاشة التي قد دام لدي. في الشاشة دي هيطلب منك مين الفاريوب اللي انت عايز تحطه على الرو. ومن اللي انت عايزه على القلم. فلو انا اخترت ازا ما اخترت فيه المثال اللي انا اعطيته. حطيت هنا الجندر. وتقدر تعكس طبعا ما فيش مشكلة. خلاص? وتحط على القلم. اطلع لي نفس الجدول اللي انا عملته بايه دي بالزرعة. يبقى انا اخترت اني اللي هتحط على الرو. واني اللي هتحط على القلم. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو دوسته اوكيه. هيديني الجدول اللي انا عمله. اهو. يبقى ادي الجدول زي ما احنا شايفين. اجمالي عدد الكليريكل سري هندرد سكس سري. الكاستوديل تونتي سيفن المانيجر ايتي فور والتوتل فور هندرد سبنتي فور. تبس الكلام بالنسبة للروز. لو انا بصيت على الروز بالشكل ده. هتجد ان اجمالي عدد الفيميلز تو هندرد سبنتي فور زي ما قلنا قبل كده. اقدر احدد النسب. اقدر طبعا احسب النسب زي ما انا عايز. يعني انا عايز اضيف النسب المقوية. تعاني شوف كده هنضيفها ازاي. برجع تاني على مرة اخرى. يبقى هتلاقي كل حاجة زي ما ايه. هو دايما بيحتفظ لغاية ما تيفل الايه? لغاية ما تيفل السوفتوير. ايه دايما بيحتفظ اللي انت اخترتها. لغاية ما تيفل السوفتوير او تعمل ريسيت. يعني انا عملت ريسيت بيفضلي الشاشة جيه. يعني دي معنا ريسيت. طب لو انا عايز اضيف النسب اضيف النسب ازاي? عشان اضيف النسب بطعط على سيلز. على اليمين كده فيه في النص هي سيلز. سيلز يوصد بيها ايه? يوصد بيها كل اه مربع او خانة جوه الجزء. الاسمها سل. يعني دي سل دي سل دي سل. كل دي عبارة عن سيلز. فانا لما بضغط على السيلز بيحدد له ايه اللي انا عايز ازهره جوه الايه? جوه السيلز. فانا دوست على سيلز. يطلع لك اوبشنز كتير اهي. كل دي حاجات لو علنت عليها تطلع لك جوه السيلز. كل حاجات دي لو انت علنت عليها يطلع لجوه السيلز. يعني بص كده ايه اللي بتعلم عليه? لو تلاحظ الجدول مش غير الايه? غير بتاع كل ايه? بتاع كل كلاس زي ما احنا شايفين. اي حاجة بقى اتعلم عليها تطلع جوه الايه? جوه الخانة دي. بالتالي الجدول هيكبر وهيبقى زحمة ايه. اللي انا بتكلم عنه النسب الماوية اللي اهو على اه تحتيها هنا على الشمال اهو. في وعندي ثلاث اختيارات. الرو الكولوم التوتر. الرو يعني معناه ايه? اما اجيها اسمها اسم المتين وستة دي على المتين وستارش. اه دي معنى الرو. الكولوم يبقى هنا اسم المتين وستة على تلتمائة تلاتة وستين. التوتل يبقى هنا اسم المتين وستة على ربعمية اربعة وستة. يفعل لك ثلاث نسب. وكل النسبة لها معنى. زي ما احشوف كده هشرح لك معاني النسبية. رأس? فانا هاختار الثلاث نسب عشان نقول لهم لك. ههم. وبعدين بقول له continue. هارجع لي الشاشة بتاعتي الاصلية دي مرة تانية. كده احنا جاهزين ندوسها على اوكي. عشان يطلع لي الاعداد. هعملها مرة تانية عشان الناس اللي ركيتش بتابعة تشوفها. يبقى cancel اوك تلنده. هارجع مرة تانية. انالايز. ديسكريبتوب استاتيستيكس. كروس تابس. يبقى انالايز. ديسكريبتوب استاتيستيكس. كروس تابس. هاتلع لي الشاشة دي. بختار على الرو. الفاريبل اللي انا عايزه. اهو. انا فضيت الشاشة. عملتي ريسات. اختار على الرو. جيندر. وعلى الكلام. هاختار الامبليمينت كاتيجوري. دو انا عايز اطلع النسب. بادوس على سيلز. واعلم على البرسنتج زي. الرو. القلب. التوتل. ويهي. هادوس على اوك. هيطلع النتائج. ادي النتائج بتاعتنا بالشكل ده. مفهوم كده معي? عدى عنده اي استفسار في الحتة دي. يبقى انا كده اي ادي النتائج بتاعتي بالمنظر اللي احنا شايفينه. عدى عنده اي استفسار? بس استفسار عندي كده. انا تمام يا دكتور. انا زبطت معي. تمام. ادي الجدل اهو بالشكل احنا شايفينه. كبر شوية طبعا عشان النسب الماءوية بدأت ايه? بص كده ادي الرقم اللي هو كان متين وستة في الرقم في الجدل الاولاني. ادي المتين وستة ايه? بص ظهر تحت ها كام رقم? ظهر تحتها خمسة وتسين في المية وستة خمسين في المية وثلاثة واربعين ونص في المية. ادي التلات نسب اللي انا بتكلم عنه. تعال ايه فهم معين النسب دي? الخمسة وتسين في المية دي جات منين? الخمسة وتسين في المية بقول لي بقولي Triple بيرسنتج وذين الجندر. يبا هيجمع على هيسم على مجموع الجندر. مجموع الجندر اللي هو هنا الفيميل اجماليهم كام متين وستاشر. يبا لما تيسم متين وستة دي على متين وستاشر بتضرب في مية. اطلع لك خمسة وتسعين واربعة من عشر في مية. اذا دي نقدر نقول ايه? نقدر نقول ان خمسة وتسعين في المية من الفيميلز بيشتغلوا ايه? بيشتغلوا كلايركل. يبا خمسة وتسعين في المية من الفيميلز بيشتغلوا ايه? كلايركل. خلاص كده? بص كده النسبة بعدها صفر. دي تقدر تقول ان زينو بيرسنت اوف في ميلز اهار كستوديل. وفور بوينت سيكس بيرسنت اوف في ميلز ار مانجر. ادي المية في المية هم بتوع الفيميلز يتوزعوا على الثلاثة وظايف بالشكل اللي احنا شايفين. طب النسبة اللي بعدها بيولي ايه? بيولي البرسنتج وذين الامبلايمنت كاتيجوري. يعني تقدر تقول النسبة اللي تتقرأ ازاي? ستة خمسة في المية. اولا جبناها منين? اسمنا متين وستة على تلتمية تلاتة وستين اللي هو ايه? ايه? ايجمالي الكليركل. خلاص? عشان كده قالك البرسنتج وذين الامبلايمنت كاتيجوري. ازا نقدر نقول ان ستة وخمسين في المية من الكليركل عار في ميلز. يبا الباقي ايه? الباقي الميلز. اللي هم الحداشر اه سوري. اللي هم اه ستة وخمسين باقيها اربعة واربعين. اللي هو تلاتة واربعين بونت سري. ده باقي ايه? الميلز. اهدي الميلز هم وادي الفيميلز هم. يبا ده خاص بالفيميلز. ده خاص بالايه? بالميلز. يعني نقدر نقول ان 56.7% of the clerical are females. يبا باقي النسبة دول الميلز اللي عندنا في الشركة. هذه القصة بتاعت الايه? النسبة الاولى والتانية. النسبة الاخيرة بقى. ده يقول لك الpercentage of total. تلاتة واربعين ونصف في المية. جابها منين? اسم المتين وستة على التوتل اللي هو ربعمية وربعة وسبعين. وبتوتل ها. اهدي التوتل ايه? الكاونت بتاع التوتل ربعمية وربعة وسبعين. فلما تسم متين وستة على ربعمية وربعة وسبعين وتضرب في مية اطلع لك تلاتة واربعين ونصف في المية. طب دي تتقال المعنى بتاعة الثلاث نسب في منها يا جماعة في حدنا عنده أي استفسار في أي نسبة من دول جات منين ومعناها ايه دكتور ستة خمسين بوينت سبين مرة تنين ستة خمسين دي عبارة عن البرسنتج والذين الامبلايمت كاتيجوري دي جات منين أسامنا المتين وستة على إجمالي الامبلايمت كاتيجوري اللي هو تلتمائة تلاتة وستين اللي هو دول الكليركل أنا بتكلم على الكليركل تلتمائة تلاتة وستين فلما تيسم متين وستة على تلتمائة تلاتة وستين وإضرب في مية يطلع لك ستة وخمسين وسبعة وعشر في المية تعريف هي ستة وخمسين في المية من الكلييركل ار في ميل ستة وخمسين في المية من الكلييركل ار في ميل بص النسبة اللي فويها قلت خمسة وعسين في المية من الفيميلز ار كلييركل بص الكلام بيتعكس ستة وخمسين في المية من الفيميلز ار كلييركل 95% من الفميدز 56% من الفميدز دي الفكر يبقى القصة كلها ايه اللي انا بقى اسمع عليه بيختلف حاسب انت عايز النسبة within gender ولا within ده تعريف التالت نسب في منها يا جماع طيب تعالي نرجع تاني على زي ما قلت لها امكانات كتيرة فنتعلمها كلها بالتفصيل يبقى لاحظة ان مش محتاجة ارجع للدات وانا واقف على الداتة كله بيؤدي الى نفس الغرض تمام? الاول بس هلغي النسب عشان ايه اصغر الجدول مرة تانا عشان ايه بيت الامكانيات على جدول صغير مفروض فاروح على والغي النسب الثلاثة دول اهلا لبقى انا رحت على سيلز هيطلع للشاشة دي خلاص ده اللي هو انت عايز السيلز يطلع فيها ايه بلغي التالت نسب شلت العلامة اللي ايه الصحة اللي كانت موجودة وهقول له كنتين طيب هاجد الوقت هعمل ايه هاخد فاريبول مثلا تاني زي التعليم وارمي هنا ايه اللي هيحصل يبقى انا عندي في الروح حاطت متغيرين الجندر والديكيشنال ليفل وحاطت في القلم الامبليومنت كاتيجوري دول كده مش هطلعوا جدل واحد ده هيطلع على الجدولين منفصلين مرة بياخد الجندر مع الامبليومنت كاتيجوري ادي جدول وده اللي شاهدنا من شوية والجدول التاني هيبقى لديكيشنال ليفل مع الامبليومنت كاتيجوري في جدول واحد يعني ده مش جدول واحد لكن لو انا عايزهم كلهم في جدول واحد هوريها لكي ستتعمل ازاي لكن حاليا مجرد بس لو انا حطيت تو فاريبول زينا واحد هنا هيوزع الاثنين دول مع الفاريبول اللي تحت مرة جدول ده مع ده مرة جدول ده مع ده وادي هولا واندست وكي هيتلوع لي ادي الجدولين ده الجدول الاولاني الجندر مع الامبليومنت كاتيجوري اللي شاهدناه بكده وده الجدول التاني التعليم مع الامبليومنت كاتيجوري وبص كده التعليم الناس المتعلمة 8 سنين كانوا كانوا 53 واحد يعني الناس المتعلمين 8 سنين اللي هم معهم اعدادية 53 واحد متوزعين ازاي على الوظائف منهم 40 واحد بيشتغل كلاركل و13 بيشتغلوا كستوديل وزيروا مانجر يعني مفيش مانجر مع اعدادية في الشركة دي يعني خلاص يبقى هنا الدين الاجمالي 53 طب الناس اللي معهم دبلومات اللي هي 12 سنة تعليم اجماليهم 190 يعني في التوتل متوزعين ازاي على الوظائف 176 واحد منهم بيشتغل كلاركل و13 كستوديل وواحد بيشتغل مانجر يعني الشركة دي فيها مانجر مع دبلوم الناس اللي معاعدة منهم درسات اللي هو متوسطة ده سنتين بعد البكريوس بعد السنوية العامة تمام ستة منهم بيشتغلوا كلاركل صفر كستوديل صفر مانجر اجمالهم 6 وهكذا وانت ماشي بقيت للايه الكاميرا او لو انت قريطه كالا بوايز الكلاركل اجمال الكلاركل في الشركة 363 توزيحه ازاي على مستوى التعليم ال363 دول منهم 40 واحد معهم معددين ومال 76 واحد معهم دبلومات وستة دبلوم فون متواصل والبكريوسات اللي هو فيه بقى متعلم 15 و16 و17 و18 و9 كل ده بكريوسات هندسة وطب وصدلة أوروبا أمريكا مصر الكلام دا كله عرض كده وصفر عشرين صفر واحد وعشرين يعني دي مستوىات أعلى مثلا ماجستير مفيش حد شغال كليركل معه ماجستير وهكذا الكستوديل هم 27 واحد منهم 13 معهم اعداد ابتدائية و13 معهم دبلوم وواحد منهم معه مثلا بكريوس نظام 300 و رئيس العمال مثلا وهكذا عادي الفكرة بتاعة الكروس تابس طب لو انا عكاستي كده ارجع تاني انالايز descriptive statistics pro steps لو انا خدت التعليم خطيت وين نفس الفكرة مرة جدولين مفاصلين مرة الجندر مع الimplant category ادي جدول ومرة الجندر مع التعليم ادي جدول تاني مش جدول واحد يعني برضو جدولين مفاصلين اها ادي اها ده الجندر مع الجوب وده الجندر مع التعليم يعني ال216 الفميل دول وزعهم لك على مستوى التعليم المختلف ووضعهم لك على مستوى التعليم المختلف واضح من الجدل ده ان في ميلز اخر مستوى التعليم عندها سبعة تسع سنة ما فيش لـ 18 والسعطة والعشرين والعشرين دول كلهم ميلز يعني مستوى التعليم العالية في الشركة دي هي للميلز وبالتالي هم اللي بشغلوا المناصب الادارية الاعلى يببص بطلع بمعلوماته تفسير من بشوف البترون بتاع الداتا موجود ازاي ما ده اللي احنا قلنا بتورين البترون اقادي البترون في الشركة دي شغال بهذا الشكل يعني وهكذا نفس الكلام الناس همتعليم 8 سنين 30 منهم في ميل 23 ميل الناس همتعلمين 12 سنة 128 في ميل 162 ميل 14 سنة 06 33 83 83 وهكذا وانت ماشي بص كده لاحظ برضو ايه ان في مستويات التعليم الاقل عدد الفيميلز اكتر من الميل احو الفيميلز اكتر الفيميلز اكتر خلاص ابتداء من هنا بدأ ايه بدأ الموضوع يتركز بقى الميل هما هما الاكتر كل ده بنستشفه من الجدول قدي فكرة ان بتبين لي البترن الموجود في الداتا بتحول لي الرو داتا الى انفورميشن اطلعت بانفورميشن اقدر ابني عليها خرارات بعد كده ايه من الفكرة يبقى دي ده الايه الكروس تابس نرجع تاني على الكروس تابس عشان نشوف باية الميكانيات نرجع بقى التعليم تاني مكانه بره اه طب دلوقتي احنا شوفنا ان انا بطلع في الجدر المتغيرين طبعا انا عايز التلاتة يطلع في جدر واحد هنعمل ايه هاخد التعليم احطه في اللير تحت هنا يبقى انا حطيت في الرو الجندر في الكلام الامبليمت كاتيجوري وفي الليير اليدكيشن الليمت هنا هطلع جدور واحد فقط لغير ده اللي على الرو وده على الكلام وده اللير كأن الجدول اللي هو ما بين الجندر والامبليمت كاتيجوري هيتكرر نفس الجدول هو هو لكل مستوى تعليم على حد عادي معناها كده معنا ان انا حطيت التعليم في اللير يبقى ان الجدول ده هيتكرر عدد مستويات التعليم هم عشر مستويات التعليم يبقى ان الجدول اللي هو ما بين الجندر والامبليمت كاتيجوري هيبعدوا عشر مرات واحد للناس متعليم 8 سنين واحد للمتعليم اتناشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر لغاية واحد وعشرين يطلقوا عشر ايه عشر لفل هدوس على اوكي اهو بص الجدول بقى كيفر ازاي اهو ده المستوى التعليم اللي بتعليمين 8 سنين 12 سنة 14 سنة وهكذا التوتل اللي هو تحت خالص اهو ده اللي من غير بقى التعليم يعني ده التوتل الجدول اللي حشوفنا قبل كده بص كده التوتل ادي ده الهي الـ 206 والـ 157 ده نفس الجدول اللي هو كان بين الجندر والـ من غير محط التعليم كالير اذا ده جاي من ايه من تجمعات اللي فوق دي يعني تجمعات اللي فوق دي بيك الارقام اللي تحت وهو عمل ايه بقى مسك اول مستوى تعليم الناس المتعلم 8 سنين الفميل الكليريكل 30 وحد الناس متعلمة 8 سنين الميل الكليريكل 10 اللي اجمالي 40 لان الناس المتعلمين 8 سنين اللي بيشتغلوا كليريكل كان 40 طب الناس المتعلمة 8 سنين الفميل كستوديل صفر الميل 13 اللي اجمالي 13 مانجر مفيش مستوى تعليم 8 مفيش لا ميل ولا في ميل متعلم 8 سنين الـ 12 سنة الناس متعلمة 12 سنة الفميل الكليريكل 128 كاستوديال ما فيش مانجر ما فيش اللي بتعليمين 12 سنة الميل فيه 48 كلايركل 13 كاستوديال واحد مانجر اللي جمال 62 وهكذا بقيت الجداول يعني كأنه قرر الجدول لكل مستوى تعليم على ايه على حد هذه دي الفكرة بتاعتني دي نحط التعليم كلاير تفاهمت كده حد عنده اي استفسار في الحد تدي طبعا تقدر تظهر النسب في اي جدول بس طبعا الجدول هاي كبر قوي فانا عشان كده ايه قلت لك نلغي النسب المقوية عشان يبقى الأرقام وانت فاهم طبعا ازاي تطلع النسب في اي وقت اي دي الجدول اللي احنا شايفينه قدامه فانت لو جيت جمعت الأرقام اللي فوق يديك اللي ايه للفيميلز يديك المتين وسبتها لو جمعت الأرقام اللي فوق يقول لها للميلز بس يديك اللي ايه المتين وخمسين وهكذا بقيت بقيت الارقام اي دي الفكرة بتاعت ازاي تظهر التلاتة في مكان واحد هل اقدر احط لير تاني اقدر يعني حاجة تانية قبل التعليم كمان ممكن نحط المانورتي كلاسفيكيشن اللي هي ليس والنو يبقى ان الجدول الكبير ده هيكرر مرتين مر الليس ومر اللو تعال نشوف هنعملها ازاي ارجع تاني على الكروس تابس يبقى انالايز كروس تابس لو انا جيت خدت المانورتي كلاسفيكيشن راحز كل انا باخده ايه؟ يعني انا من اللي اردنل ما باخدش سكيل خالص انالايزة بتكلم على الكوانتاتيف دات الكوانتاتيف دي لها معالجة خاصة هنشوفها بعدي احط لو انا حطيت مع اللير المانورتي كلاسفيكيشن كده عطل عقرب جدول جدولي مفاصلية مش في جدول ورحة مرة الجندر مع الامبلامت الكاتيجوري ويحط التعليم كلاير ومرة الجندر مع الامبلامت الكاتيجوري ويحط المانورتي كلاسفيكيشن كلاير مش مع بعض جرب كده دوس اوكي اهو جدولي المستقل اهو جدولي المستقل اهدي الجدول الاول ده اللي شوفناها من شوية اهدي الجندر واهدي الجوب واهدي التعليم واهدي الجدول التاني اهدي الجندر واهدي الجوب واهدي المانورتي كلاسفيكيشن اللي هما اللي يسمونه جدولي المنفاصلين تماما لكن لو انا نريد جدوى واحد وفي كل الكلام ده بحيث أنه هحطيه لأبيل التعليم في الجدوى اللي فوق يحطيه للاير قبل التعليم كمان اللي هي لإس والنو كأن الجدوى ده هيكرر مراتين مرة يس ومرة نو التلاتين واحد اللي فوق دهول كم واحد منهم يس و كم واحد نو اليس يتحط في اليس و اليس يتحط في نو يبقى الجدوى هيبقى ده مراتين زائد جدوى التوتل تحت هيبقى لقده تلات مرات تعال نشوف superst gezeigt جدولين زي كده. كل ده انا بخشي in depth جوة ليه جوة data يا جماعة. يعني كده بنعمل explore جوة data عشان نكتشف الباترن اللي موجود في data. هرجع تاني analyze. descriptive statistics. cross tabs. نرجع كلاسفكيشن زي ما كان. لو انا عايز ادخله بقى جوة نفس الجدول ويبقى layer تانية. لازم الاول تدوس على next. شايفين next دي? انت هنا دي layer one of one يعني layer الاولى. انا عايز layer تاني جوة نفس الجدول. هتدوس على next. كده بصلاحظ ان دي اختفت لانها في layer الاولى. وتحط بقى minority classification هنا. يبقى انا لو دوست على previous. جاب لك الايه التعليم. تدوس على next. جاب لك الايه. minority classification. يبقى انا حطيت two layers. بص حتى الولى مسميها ايه? one of two. layer الاولى من الاتنين. ودي two of two. layer التانية من الايه? من الاتنين. يبقى انا كده هطلع كم جدول يطلع واحد بس فقط لغيره. gender على ال row. employment category على ال column. وعندنا two layers. طلاص. minority classification ويدكيشنال. هاي بقى اجد الواحد طويل شوية. لكن ليعبر عن اه اللي انت عايزه. اه. معلش يا دكتور احنا عملنا واحد من اتنين دي اكدي زي معلش عشان ما. باكستش فيها. cross tab. رجعت تاني على. ال cross tabs. ال. 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 من analyze يعني. هم دي اول اها. analyze. descriptive statistics. cross tabs. بعد ال row. حطيت gender. القلم. ال الليرز حطيت التعليم الأول أها ودست على next في next تاين تمام؟ وحطيت اللير التاني كده بعدين دي two layer هتلاقي فيه previous منها وراء وفي next منها وراء. previous يديك أول إيه أول layer layer one of two two دي عددهم. دي الأولى من اتنين. دي واحد من اتنين أها. وبعدين next يديك اللير التاني. layer two of two قادي دي القصة الثانية. يبقى عرفت إزاي بنحط two layers. لو عايز layer تالتة دوس على next وحط layer تالتة ربعة خمسة ستة وانت ماشي بقى بس إزاي ما قلت لازم يكون ال variables هتحطها كلها ايه ya nominal ya ordinal. ما تحطش scale. لاحظ المسطرة دي ما بجيش جنبهم خالص. هنتعلم لسه دي هيتعامل ازاي. لها معالجة هنتكلم معنا بعد كده. يهمت كده القصة. دوس على اوكي هيتطلع لك الجدل. دوس على اوكي هيتطلع الجدل. احب. تمام واضح يا دوس. احب. بس كده كان الاول الناس المتعلمة تمان سنين. الفيميل الكليركل كانوا تلاتين. دلوقتي بقاهم سبعة وعشرين. لان هما دول النوم. والتلاتة هتلاقيهم في اليس. التلاتة اهم. احب. بص على اليس. تمان سنين. في ميل تلاتة. يبقى انه خد التلاتين اللي كانت في الجدل اللي فات. شاف منهم كم ورحة. واحد يس وكم واحد نوم. خلاص? فليس حطها في اليس والنوم حطها في النوم. فهتلاقي الجدل اهو. ادي مستوات التعليم المختلفة. من من تمانية لغاية واحد وعشرين. وادي الجندر وادي الوظيفة. دول للنوم بس. ونفس الجدل هو هو هيتكرر تاني. بس لليس بس. ونفس الجدل هيكرر ليه? للتوتل. يعني التوتل كان من غير ليه? من غير اليس والنوم. ده التوتل اللي هو من غير اليس والنوم. تفهمني كده الكلام ده جمعا? انا خصوصك واجه. مكوة بس. هو يهاجم. الناس اللي سابق المايك مفتوح وعمالة تتكلم. يبعد التوتل ده كأن ما فيش الليير التاني. يبعد تعليم مع الجندر مع الجوب. اللي هو الجدل اللي عملناه قبل كده. فيه من كده القصة؟ وبعدين التوتل الأخير بقى ده من غير التعليم كمان. يعني التوتل ده من غير المايناورتي كلاسيفيكيشن. وبعدين فيه توتل تحت تاني جدل صغيره. ده من غير التعليم كمان. يعني الجندر مع الجوب فقط الأخير. يبقى دي الفكرة بتاعة الكروس تابس. دي الامكانيات اللي موجودة كلها وكلها زي ما قلت وسيلة ان انا بعمل اكسبلوريشن جوه الداتا. بعمل ايه؟ اه داتا مايني. بخش جوه الداتا عشان نشوف الباترن اللي موجود فيه الداتا عامل ازاي. طبعا الكلام ده لو تعمله بيدك استحالة. عشان تعمل جدول زي ده بيدك. ممكن في الداتا اللي هي بتاعة الامبلويس دي تقعد فيها زمور. وهتغلط. اكيد هتغلط. اكيد هتغلط. الموضوع مش ساكل. هو على الصفتوير زي ما انت شايف ما بياخدش غير يهدوبك لمسة الزرارة تدوسها الزرارة تطلع النتيجة. طبعا دي بروغرامينج. وعارفين انتو طبعا الامكانيات بتاعة سرعة الكمبيوتر. ده الكروس تابس. حتى عنده اي استفسار في الكروس تابس. طيب النوع التالت. لو انا بقى لا عاجبني الفريقونس تابس ولا عاجبني الكروس تابس وعايز امكانات اعلى من كده كمان. عندك بقى ايه الكاستم تابس. يبقى انا عندي الفريقونس تابس. شفناه امكانياته. اهي. الكروس تابس امكانياته. شفناه. طب انا عايز حاجات بقى احسن من كده. انا اعمل ايه. انت عندك دلوقتي. النوع بقى. الاخير ده جنرال بقى. اسمه كاستم. كاستم يعني تفصيل انت بقى لها تفصل. حاجة كاستم. حاجة كاستمايز. يعني حاجة على مزاياك انت بقى. خلاص? فبنعمل الكاستم تابل. الكاستم تابل لما هتيجي تعمله هو بيفتح لك شاشة فاضية. هتلاقي هنا كاتب لك. كالومس. وهتلاقي كاتب لك هنا. وكل اللي عليك هتعمل ايه؟ تسحب بالماوس. وعايز ترمي على الروز على الكلوم زي ما انت عايز. لاحظ ان في الكروس تابس اللير بتطلع ايه؟ على الروز بس. مقدرش حط التعليم مع الجوب في الكلوم. يعني انت مثلا هنا اهات. لاحظ هنا كل الليارز بحطها في الروز. محطيش محطيش مع الامبلومت كاتيجوري حاجة. انا بقى هنا اقدر احط حاجة. الامبلومت كاتيجوري تحتاج حاجة وتحتاج حاجة. كده يكبر بقى زي ما هنشوف. فانا هنا في الكاستم تابل بيعمل لك الكلام ده. تسحب انت بالماوس اللي انت عايزه على الكلوم تجرميه. اللي انت عايزه على الروز ترميه. وكل حاجة ترميه يجيب لك شكل جدا اللي عامل ازاي؟ حاجة ما عاجبتكش بقى تديه مكان ديه حط ديه عبل ديه ديه فوق ديه ديه تحت ديه. انت اللي بترسم الجادل. انت اللي بترسم الجادل. بطريقة سهلة وبسيطة. ديه اسمها كاستم تابل. تعال نشوف ايه الفكرة. كاستم تابل ديه ديه حاجة كبيرة جدا. يعني فيه المانوالز اللي انت دورت على المانوالز على فكرة موجودة في الصوفتوير يعني. يعني بوز كده عشان اواريك المانوالز. اهو. يعني انا رحت كده على الفولدر تاع الاس بس اس. اللي انت عملت له دا واللود عندك. اللي هو ده. شوه ده الفولدر تاع الاس بس اس. جوه دو فولدرز. هتلاقي عندك الكلام ده لما انت عملت دا واللود للبرنامج. في اه الكراك وفي الصوفتوير نفسه. جوه الصوفتوير نفسه لو تفتكر كان فيها اسمها دوكومنتيشن. عارف ايه دوكومنتيشن دي? دي كل دي هتلاقي جوها المانوالز بتاعة الصوفتوير بكل اللغات. تعال كده افتح جوها. خلينا في الانجليزي. خلا فيه لغات يا ما فيه فيه فرنساوي الماني ايطالي حسب تعليمك انت ايه بقى? وروسي وصيني يعني كل حاجة. خلينا في الانجليزي اللي احنا ممكن نفهمه. ادي انجليش هوا? جوها ايه? فيه حاجة اسمها مانوالز. اهو. دي كلها كتب. المانوالز دي كتب بي دي اف اهو. كل دي كتب بي دي اف. بوس هتلاقي فيه جدول اسمه ايه? اسمه كاستم تيبل. يعني فيه حاجة من دي اسمها كاستم تيبل. اهي. تكتابة. تكتاب بيشرح لك الكاستم تيبل اللي انا عشر حشوفها كتيرة قديت درجة انها محتاجة تشرح في الكتاب. او كتاب مش كبير يعني حوالي مية صفحة ولا حاجة. بس افقد كتاب اقل في صفحة. لا. ادي كاستم تيبل اوه. اللي او انا دوسك انا بفتح كتاب عادي. فتح عادي. كلنا عندنا الكلام. ادي اي بي ام اس با اس اس سنتيكس كاستم تيبل ستة عشرين. ستة عشرين ده اللي هو الفرجن اللي هم بيشرح فيه. ادي كتاب بيشرح لي الفكرة بتاعة الكاستم تيبل. كتاب صغير. كتاب صفحة تلاتين صفحة. يعني بيشرح لك كل الامكانيات بتاعة الكاستم تيبل في الايه? التلاتين صفحة دون. اهو. عادي. بسيط. واضح كده? قال ليك كتاب مفتوح. فيه طبعا كتب كتيرة يعني مش مش ده بس اهو. لو انت روحت كده تاني في كتب ايه? يعني لغاية دلوقتي لسه ما خلص الفايل لسه ما خلص اللي هو اه الاخير. لان شكله فايل كبير. لان نبص لغاية دلوقتي وان بوين بوينت فايف اه جيجا. والمفوض وان بوينت سيبن فور. يعني لسه في اه بوينت تو جيجا. ده الفايل ده الواحده حجم بوينت تو جيجا. عشان كده كبير قوي فبياخد وقت. يمكن على بكرة على ما يخلص يعني. طبعا النت اه ازاي انت عارفين. طيب هنرجع بقى تاني. ليه موضوع الكاستم تيبل. اخ. فزا ما قلت قادي بيجيب لك الشاشة وانت اللي هترسم وتبقى اللي بحطه بتشوفه قدامك. هو ده اللي انت عايزه اه مش هو غير ايه اللي بجيب ده فو ده تحت هاد ده مكان ده. القولم مكان الرور ومكان القلم. وانت شايفه قدامك قبل ما تدوسه كيه. لكن لو تلاحظ اخنا في الكاستم في الكروس تابس. انت مش هتشوف الحاجة غير لما تدوسه كيه الاول. انت هنا قبل ما تدوسه كيه في الجدو اللي هيبقى قدامك. تعالي نشوفه الكاستم تابس بتتعمل ازاي. اروح على الاس باس اس احا. انالايز. تابس. قاستم تابس. احا. تابس. تابس. قاستم تابس. طب مش كل الفرجن فيها القاستم تابس دي كمعا. يعني ساعة تجيب نسخة من الاس باس اس ستة عشرين ما فاش قاستم تابس. بيبال كراك بتاعها ما فكش كل حاجة. لكن ده اللي احنا جيبنا ده ده بيفكوا كل حاجة في الاس باس اس ستة. بتلاقي كل الفنشنز شغالة. كل حاجة شغالة. تمام? لكن ساعة تجيب كراك تاني تلاقي دي مش موجود. حاجات كده بقى ايه? نوادر كده في السوفت وير ما تلاقيهاش موجودة في الكراك ده. يبقى انا عشان اشتغل على الكاستم تابل بختار تابلز كاستم تابلز. قادي اهو. هتليك على كاستم تابل. انت طبعا في شاشة هتطلع لك قبل دي. عشان انت اول مرة تستخدم الكاستم تابل في شاشة هتطلع لك قبل دي. ففي كليك يدوس عليها كده. تمام? عشان ما تظهر لكش تاني. بعين دوس ايه? دوس على ال او كي او دفاين. انا شوف فيها مكتوب عندك ايه. خلاص? انا طبعا عشان عملتها مرة خلاص مش هتظهر لي تاني. فانت ايه? مكتوب حاجتين. اه او كي دوس على تاني. بس اعلم بس العلامة دي عشان مش. دي مش هتجيلنا تاني لو عملنا ماركة دي. اه ايه هي دي. خلاص تعمل يا دكتور. خلاص? فانت ايه اما بتعمل العلامة ديت بما بش هتظهر تاني الشاشة. هيظهر بقى دي على طول بعد كده. اه. اه. ادي الشاشة اللي انا بقول عليها. اللي انا هرسم بقى زي ما انا شاهد. يعني انا تقدر تعمل والكروس تابس كله من خلال الايه? الكاستم تابس. بص كده معي. تعالى مسلا على سبيل المثال. انا هروح هاخد الجندر. اهو. وارميه هنا على القولم. لازم تسحبه كده اهو. وتسيبه او ما تبقى علامة الايدز. كده ما تسيبهوش. يعني لازم علامة الايد. يعني لو اقيت علامة غير الايد. قال لي الدايرة دي لا. ما هتلاقي بقى فيش حاجة حصل. اول ما يبقى علامة الايد. اهي. سيبه. اهو. مجرد ان انا سيبت وصة قال لي ايه. ادي الجادة اللي يبقى كده. الجندر هيبقى تحتها ميل وفي ميل. وتحتها الكاونت. الكاونت يعني الفريقونسي. العدل. يعني لغاية دلوقتي كاني باعمل سيمبل فريقونسي تيمبل اللي ايه? لجندر بس هيبقى بالفرومات دي. طيب. جيت انا مسلا خط التعليم. وهرميه على الرو. بالشكل دي. اهو. هبقى تبقى ايد. هسيب. اصبح الجادة حتى الان هيبقى شكله كده. ادي مستوات التعليم. من 8 الى 21. وادي الجندر. ادي الميل. وادي الف ميل. تعالوا نحط layer. بص كده مسلا. لو انا خدت الجوب. وجيت الجوب. بص بقى معايا قبل ما تسيب. بص معايا كده لو. لو انا سيبت الجوب هنا. بص بالمنظر ده. خلاص? المربع الاحمر هنا معناها ان انا بلغي الجندر وحط ما كان الجوب. لو انا سيبت كده ايدي? هيلغي الجندر خالص وحط ما كان الجوب. طب لو انا سيبتها كده. المربع الاحمر يبقى تحت. كنا كأن بقوله الجندر وفرع تحت الجندر الجوب اها. بقى دي الجندر اهاوة ادي الف ميل وقادي الميل. وتحت كل الجندر فرع لي التلاتة ايه? تلاتة جوبز. ادي الف ميل. وقادي الميل. لو لقيت لي مش عجباني اعمل ايه? اسحابها تاني. اللي اصفر دي بساحبها تاني بالماوس اها. اهو. هشدها تاني اها خدتها بر. وارجع مسلا عايز احطاها فوق كده. يبقى كده هتوبة جوب الاول وقوها الايه الجندر اهو ادي الجوق كليريكل كاستوديال مانجر ومتفرع تحتها مين الجندر الكليريكل ادي الميل في ميل الكاستوديال الميل في ميل والمانجر الميل والفي ميل وادي الايه الكاونت زي ما انت شايف طبعا انا مش عايزه كده ممكن اسحابه اهو واروح ارميه هن يبقى كاين هي عمل ايه التعليم كل مستوى تعليم يتفرع للتلاتة جوب اهو لو انا سيبتك ادي الناس المتعلمة 8 سنين قسمها لك ليه كليريكل كاستوديال مانجر الناس المتعلمة 12 سنة كليريكل كاستوديال مانجر وانت ماشي لغاية ايه لغاية اخر الجدر خلاص لو انا مش عاجبني اسحب تاني لو انا حطيتها هنا كده لو انا حطيتها كده هلغي التعليم احط الجوب وحط الايه الجوب لو انا عملت كده بلغي التعليم وحط الجوب طب لو انا عملتها كده يبقى الجوب الاول كليريكل وتحتها مستوى التعليم كلها كاستوديال تحتها مستوى التعليم كلها مانجر تحتها مستوى التعليم كلها اهي مرس كده ايه دقاة الكليريكل ويه تحتها كل مستوى التعليم الكاستوديال كل مستوى التعليم والمانجر كل مستوى الايه التعليم طبعا الأنسب شكلي كان كده اللي هو خادنا الجوبة ايه اللي هو كان كده او فوق كده ده احسن شكلي الجدل فانت قدامك ده المنظر ده احسن من المنظر التاني وهديك نفس المعلومات هديك نفس المعلومات لكن بطريقة عرض مختلفة دي فكرة الكاستوم تيب طبعا الكاستوم تيب لقى إمكانات وإيه فاكين هناك قلت لك ما تختارش حاجة سكيل خالص ما ينفعش هنا لو انا اختارت سكيل يبدأ يحسيب لك بقى ايه متوسطات السكيل ده وأقل قيمة وأكبر قيمة وحاجات كده هوريها لك بعد شوق امام لغاية دلوقتي فهمنا فكرة الجدل حد عنده ايه سبصار حتى الان شيل الفاريوز حط ده مكان ده الكلام ده كله طيب ممكن الجدل ده اشوفه بمنظر تاني ايه شايفين فوق فيه ثلاث حاجات فيه نورمل وكمباكت الجدل اللي قدامي ده النورمل لو انا دست كومباكت افريد انت مختارة كتير قوي فبقى الجدل زحمة فانا ممكن ادوس على كومباكت اشوف ايه المتغارات اللي انا اخترتها ومين قبل مين ومين تحت مين يعني هنا على الروز مفيش غير التعليم على القلم فيه الجندر وتحته وتقدر هنا تقلب ده فوق ده تاخد زي ما انت عايز يعني انا عايز اسحب اهو واحطها فوق اهو اهو فوق الجندر اهي بقت الجوب فوق الجندر تحت عايز اعكس هاخد الجندر اهو اسحبه من هنا دي بقى لما يبقى زحمة اهو اهو ابتغني ده الجندر فوق الامبلومتك تجيبه عايز تحطها مع القلم تقدر تاخد دي هنا وتسيبه هنا اهو اهو العكس اهي اهو تبدل ده مكان ده ازا ما انت عايز اهو دي كده اهو رجحها تاني الشكل اخير ده الكمباكت عادي النورمال اهو هتشوفت اهي 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 ادي الجندر تحطيه الجوب او الامبلومتك تجيبه وهنا الكونت يعني هنا هيجيب لك الفريكنسي اه فالي اللي هو الكونت بتاعت دوس كده على اوكي هيتلقى لك اللي ايه الجدر ده اهو اهو عادي الكدر هنا الناس ههو المتعلمين ثمان سنين الكليركل الفيميل تلاتين خلاص الكسطودي الفيميل زيرو والمانجر الفيميل زيرو عادي الناس المتعلمين ثمان سنين الكليركل الميل عشر وبعدين الميل الكسطودي لتلتعشر الميل المانجر زيرو ده للناس المتعلمين ثمان سنين وهكذا يبقى دي الفكرة بتاعة الكسطم طبعا فيه امكانات لسه نشوف امكانات كتيرة دي من الكلام دي جمعا نرجع تاني على الكسطم تيبل يبقى ماتيه في الصوفتودي طبعا تشوف دلوقتي لو انا دخلت بقى حاجة سكيل في الموضوع وليكن مثلا الكارنت سالري لو انا خدت الكارنت سالري اللي هو مرتب الحالي ده سكيل خلاص لو جيت انا خدت الكارنت سالري حطيته اين طب يعني هنا بوس كده ايه اللي حصل ألبلك الارقام بدل مكانة الكاونت بقيتين مين المين اللي هو الافرش كلمة الافرش بكده كان احيال ايه الناس المتعلمة 8 سنين الكليركل الفميل متوسط مرتبهم كذا راح جاء بالناس دول اللي هم عددهم 30 جامع مرتباتهم اسم على 30 جاملك الافرش سلم بتاع الناس دي فانت مجرد تحط حاجة سكيل يلبلك الارقام الى الافرش هو مش هيط رجيب بقى كل مواصف على حيط ده عدد المرتبات كتير جد فيه اكتر من 200 مرتب مختلف مثلا اقل مرتب 1050 واحد بيبضو المرتب اللي بعدين خمشة 1900 فيه ثلاثة بيبضو اللي بعدين مش هيطة 16000 فيه اتنين بيبضو وانت ماشي كده فطبعا عدد لا حصر له فما يقدرش ان هو يتعامل مع السكيل على انه حاجة كاتيجوريكي طبعا صعبة وبالتالي هنا بيليبه الى ايه فضل انا بس كنت عايز اسأل حضرتك احنا بعد ما عملنا هل في امكانية انها نضيف او اه اه لسه اه فيه امكانية انضيف التوتل وفيه امكانية عايز تجري معانا تخفيها مش عايز تبينها كل ده موجود تمام تمام احنا حضرتك اه انت مثلا عايز تخفي كل رك احضر اخفيه اسيب بس كستودي المانجر عايز اخفي الميل واسيبه في الميل عايز العكس وهكذا عايز مستوى تعليم معانا ما تزرهوش عايز تجيب المجامية كل ده هنقدر نعمل طيب بس كده فهمنا كده مجرد ان انا حطيت حاجة سكيل قلب لي الارقام بقيت اللي ايه الميل ده انا ممكن كمان اعمل ايه تعالى بس الناس اللي متعلمين 8 سنين الكليريكل 1000 ميل زي ما قلنا دول كم واحد 30 طيب انا عايز يقول لي عايز يقول لي الناس دي الفئة دي كم واحد ويقال اللي مرتب فيهم كم واعلى مرتب فيهم كم ومجموع مرتباتهم كم والأفرج سالة بتاعهم كم وهكذا اي بقى في حاجات كثيرة ادرا ضيفة اقبر الجدو القوي نقدر طبعا نعمل الكلام ده بسهولة يعني مش مجرد بس المين فقط لغير يعني هنا تحت الكليريكل مش يبقى المين بس ده يبقى المين والكاونت والمين والماكسمام والصميشن حاجات بقى كل انت عايزه تحت بس نفس الكلام هو القسطوديا المانجر وانت ماشي بقى كده يعني كل خانة دي هقسمها لك ليه عشر ثانات حسب بقى انت عايز فيه الامكانات كتيرة جدا هنا طيب رأس كده في من الحتة دي طيب بص كده معي على حاجة شايف في حاجة منورة هنا اسمه ايه سامري استاتيستيكس فالو انت وا ojos علي حاجة سكيل اللونه اصفر ده اللي انا واقف عليه ده الاكتف يعني اللونه اصفر ده اللي انا واقف عليه يعني دلوقتي واقف علي في الجدل ده على فهيه اللي منور السامري استاتيستيكس طب لو انا ها نفتع التعليم بص كده مش ماشي سكيل بص السامري استاتيستيكس قفل تين وبقى مين اللي منور الكاتيجوري الذي كان بيسأل لي انا اقدر اجيب توتلز. اقدر اجيب توتلز. خلاص? عايز اجيب التوتل هنا. يعني الناس اللي متعلمة تمان سنين اجماليهم دول اجمعهم. اجمعني توتل هنا للناس اللي متعلمة تمان سنين. خلاص? انا لو واقف على كهو. مين اللي بنور برضو. خلاص? اقدر اعمل بقى اي دي? اقدر اشيل حاجة من دول مش اعايز. اقدر اجيب ما اجمعهم. اقدر من اللي انا عايزه. لو انا واقف على الجندر. نفس القصة اللي بنوره. وقبعك على السالري. مين اللي هينور دي اللي هتنعضها? خلاص كده? مهمة اول حتة دي. يبقى انا لو واقف على حاجة. سكيل السامري استاتيستيكس هي اللي هتنور. دي بقى اللي هتخليك من خلالها. اقدر حط المينموم والماكسموم والاوريج والساندر ديفيجن. اي مجرس عايز تحسيتها. لكل كاتجري من دول. اقدر اضيف كتير كده. اه لو انا واقف على حاجة زي ما رسنا التعليم. اه. اللي هينور. هنا بقى لو عايز اضيف عايز اعيد ترتيب دول. عايز اخفي دي. عايز اجيب دي قبل دي. عايز اودي دي بعد دي. كده كل ده تقدر تعمل. مرفوم كده معا? طيب. تعال الاول لو انا واقف على اه. اه. هتنور الايه? السامري استاتيستيكس. دوس كده على سامري استاتيستيكس. هتطلع لك الجدول اللي انت شايف ده. اللي ظاهر على يمين في البيت intendaries. اللي هي اصلا اهي. اللي انتش اللي هنا مين اهو. هو ده اللي موجود في ايه? في الجدل. اذا انا اي اي حاجة اعايز اتظهر اعني في الجدل ده. هتنقلها على هتنقلها في الحانة بتاعت الدستبلي دي. هتنقلها من بين من على الشمال. شايفه على الر 폭ال ده حاجات كثيرة جدا اقدر اضيفها علي مين وضهرها في الجدل. حاجات كثيرة ياو. يعني مسلا اي انا Bassara ده انا عايز اعدادك. يعني هو هيجب لجي جب لي هنا ايه? هيجيب لك بتاع الناس المتعلمة ثمان سنين. طبعا هيسعرف عددهم كام. يبقى كل انا هعمل ايه? في عندك حاجة اسمية توتلو. شايفين علامة الزايد? دي معناها لما ندوس عليها تفتح لك حاجات كتيرة تحتها. وكلهم تقدر تضيف. يعني نقدر اضيف المية حاجة اللي موجودين على الشمال هني. بس الجادة اللي هيكبر ايه? عايز صبورة بقى. مش عايز شاشة كمبيوتر. خلاص? فانا هنا بالنسبة لي لو دست على الكاونت. كل دي حاجات قدر رح سيبها. لكن انا هكتفي بالكاونت بس اللي هي اول واحدة. اهو. وتنقلها بالسهم ده. علي مين? اصبح دلوقتي الكاونت موجود. تقدر تجيب ليه? الكاونت. وايفل الكاونت تاني. لو عايز التوتر اهو يجيب لك التوتر. عايز التوتر جميل تضيف التوتر. خلاص? هلغي الكاونت. يعفيله يعني. تعالى تحت خالص كده. هتلاقي ايه? فيه الماكسموم والمينموم لو حدهم مش مش جوه حاجة. تقدر تضيف ما اي دهو? خد الماكسموم. ودي هنحة تانية. والمينموم هاودي هنحة تانية. ولو عايز التساندر بس يعني كفاية كده طبعا. مينموم وماكسموم كفاية. طيب تعال تحت. كمان. في عندك الصم مشان ايه? الصم. افتحها. وخد الصم. بس بخير. احا. كفاية دور. يبقى انا عايزوا ايه? لكل فئة. اللي هما مثلا الفيميل. خلاص? اللي متعلمين تانية سنة. عايز ايه? عايز عددهم كام? واقل واحد بيقبط كام? واكبر واحد بيقبط كام? بس لو لاحظ كله بقول على الابضع السلري. عشان ايه? اه دايس على سامر السيتستيكس وتواف على السلري. وتواف على السلري. يبقى انا عايز ايه? الابرج السلري. وعداده. والماكسوم والمينموم والصم. انا كله هعمله دلوقتي قبل ما ادوس ابلاي. انا لغاية دلوقتي لو انت بسيت على الجادة اللي وراء. مش هتلاقي الكلام ده موجود. اللي موجود لسه المين بس. انا مجرد اخترتهم. اول ما هتقول له ابلاي سيليكشن هييه? هيطبع الكلام ده. بس قبل ما ادوس ابلاي سيليكشن انا عايز ايه? انا عايز ارتب دول ترتيب منطقي. اكيد انت اول احتمال حاجة عايز الناس المتعلمة تمام سنين. اول حاجة عايز سعروا ايه? عددهم كان. اخري?广 اناك كده ايه? اول حاجة اقول لك عددهم. الناس المتعلمة ثمان سنين. اعدادهم ثلاثين. طب بعد انا عايز ايه? اقل واحد بيه فأنا هاخد المينموم وأخلي المينموم بعد الكاونت يضلع فوق ها يبقى المينموم وراها الماكسيموم ها وراها الأفريج سالري وبعدين إجمال السالري أول عايز العكس يبقى أنا كل كاتجري في الجدد هيقول لي عددهم وهيقول لي أقال السالري وأعلى سالري والأفريج سالري ومجموعة السالري كده خلاص أنت راضي على التأسيمة دي هقول له مجرد تدوس هتلاقي ورا في الجدل ده الكلام ده تنفس اهو بص تنفس في الجدل الجدل الكبرى خلاص كده قبل بإيه ما قفل الشاشة دي اهو اتنفس اللي أنا قلت له عليه هارجع بقى خلاص الشاشة دي كده ملاقش لازمة هقفل ودي اللي إيه اللي أنت عملته بقى موجودة عندك الكليريكل الفيميلز ما لهم بقى دول عددهم 30 يعني فيه 30 واحدة تمام بتعلمها 8 سنين بتشتغل الكليريكل الثلاثين دول أقل لواحد فيه مرتبه كان 15750 دولار دي مرتبات سنوية على فكرة خلاص عسنا نفكره في الشهر اللي حالي أوكي الماكسموم 31350 ده أعلى مرتب في الثلاثين دول 31350 150 الأفريج سالر بتاعهم لو أسمت مجموحهم الصمت يعني الناس دي بيبعضوا كام كلهم 644 1250 لما تقسم 644 1250 على عددهم اللي هو 30 يديك الأفريج لوا المين 21475 وهكذا فهمنا كده يا جماعة طبعا الفاضي ده عشان ما فيش كاستوديا الفيميل عشان كده فاضي ما فيش كاستوديا الفيميل فالفاضي ده معنى الكاتيجري دي مش موجودة الكاتيجري دي مش موجودة فتلاقي في خانات فاضية وفي خانات مليانة اههه خانات الفاضية معنى الكاتيجري دي مش موجودة اهه ده شكل الجدول بالمنظر اللي انت شاء فهمنا كده معنى الأرقام اللي في الجدول عاملت ازاي واضحة كده. نرجع لسه تاني على. نرجع تاني على. نرجع تاني على ال. يبقى انالايز. يا دكتور دي ممكن تغنينا ان احنا نستخدم مسلا او بتسهل علينا صح? اه اه تقدر. يعني فيها امكانات كتيرة تقدر تعملها. لكن هي التانية طبعا لو انت عايز حاجة لمتغيرين. التانية تطلع منظمة اه كويسة. يعني مش محتاج بقى تتعب نفسك في التنظيم. لكن لو عايز حاجات كتيرة بقى متدخلة ببعضها بتعمل كستانتيبل طبعا احسن. هنا تقدر تحط ليرز على الروز و ليرز على الكلم. هناك كل الليرز تبعى الروز. لكن هناك يعني في جيل لما حطينا التعليم والمينورتي. لا انا ممكن احط التعليم على الروز وحط المينورتي على الكلم. فنقدر نعملها طبعا بسهول. طيب. تعالى دلوقتي ايه? نشوف بقى الحتة التانية. ليه الكاتيجوريز ان توتلز دي? يبقى انت لست واقف على حاجة ايه? كاتيجوريك الكبير. زي التعليم. زي الجندر. زي اللي نوارت اهي. فنقدر نعمل ايه? انا مسلا لو عايزة عيد ترتيب دول تقدر تعيد ترتيبهم بالاسهم دي. اهو. اللي انت عايز تطلحة فوق. تطلحة فوق. لا عايز نزيلها تحت. لو انا عايزة استبعد حاجة. مسلا مش عايزة باين ان الشركة فيها ناس معها ابتدائية وكلام انت. فعايزين نخفي الناس اللي بتعليمها ثمان سنين دي. فقدوس على السهم اللي جانبي اكسكلود. هاوديها في الاكسكلود. هيقول لك ان دي مش هتباني. هقول له اوكي. فاللي موجود في الاكسكلود ده. معناه انك انت مستبعده ان يظهر في الايه? في الدات. يعني مجرد ان انا قلت له ابلاي. اهو. ارجع كده بص. ثمان سنين اختفت من الكادر. بقيتش لها وجود. ثمان سنين اختفت ما لهاش وجود. هايز ترجعها تاني ارجع بقى هنا. وتروح عليها ايه? وايه? ترجعها بالسهم ده. هترجع ده. بس هترجع فين بص في الاخر. عايز ترجعها مكانة بفوق في الاول. عندك السهمين بقى دول اهو. اطلع فوق بقى كده اهو. كده. لغاية ما تخليها بقى ايه? اول واحدة فوق. قابل اللي اطنوش. بس خلاص كده. في اخر الجنة. فيه من كده يا جماعة? لو عايز بقى تضيف توتلز ادي عندك فيه اد سب توتلز. بس? ده سب توتلز اليدكيشنال لابل. اقول له كنتين. اهو. انت بقى عايز السب توتل بتاع الناس المتعلمة 8 سنين على المستويات المختلفة. على الجندر المختلفة على الوظائف المختلفة. فلازم تحدد انت عايز السب توتل فيه. لو عايز على الاجمالي بتوفي لاخر. عند اخر واحد. على الاجمالي بس. لكن انا هنا جبت سب توتل لمن? للناس المتعلمة 8 سنين. يعني الناس المتعلمة 8 سنين. هيجمع لك الميل على الفي ميلز. عشان يديك الاجمالي. هيجمع لك الوظائف المختلفة عشان يدي الاجمالي. فتعالنا نتخرج عليها كده لو قلتوله apply. بس كده ادي اهو. جامع لي. السب توتلز بتاع التمانية. طبعا هنا هو التمانية وفيش كان مفروض بعد. عشان يجمع لي الناس المتعلمة 8 سنين زي الاثناشا لو انت عايز سب توتل هنا. عايز كله يبقى تحطها في الاخر تحت خالص. لان هنا ما فيش غير واحدة فمش هيدي فيما. اه تعالى نرجع لها تاني. هنقول له ايه ده هو سب توتلز. هروح هلغي دي. دي كده. هلغيت. اهو. ديليت. اهو. ديليت وان ايتم وهونه ديليت. خلاص انا لغيت السب توتل. وتعالى بقى انا افتحت خالص كده. عند الواحد وعشرين. وقول له ايه سب توتل. وانتسميه سب توتل. كنتين. اهي. خلاص. كده ايه. بص سب توتل من من اللي فين. من تمانية الواحد وعشرين. كلهم. وقول له ابلان. كده بقى هتلاقى ايه. في اخر الجدل اهو. ايه دي السب توتل اهو. هيجمع لي بقى ايه. الكاونت بتاع الناس. المتعلمة تمانسين وتنشر سنة. للكليريكل الفيميلز. اجمع ليهم كان. الا الماكسمم. ولا اجمعيو. اجمعيو. والمين. وانت ماشي يا 활동 . لا اجمع لي مرتبات الناس كلها. وانت ماشي في Pool. يابقى انت بتختار انت عايز ايه السب توتل فين. عايز السب توتل على التعليم. عايز السب توتل على الجندر. عايز حسب انت عايز فين. فبتوقف على اللي انت عايز تختاره الأول. ايه دي اهو. دي حتة بتاع الويه. لتوتل والس 2050س. طبعا في مستهين اواحدة كتير قوي بقى. ارجع بقى لكتاب اللي انا قلت عليه اهو. انا اقفلت كتاب تقريبا. اتقفل اهو. خلاص. فالكتاب اللي انا قلت قولك ده. ازا ما قلت لك مكان الكتب ايه? موجود جوه. في يعني اهو. ده السوفتوير. تختار اللغة. انجليش. هتلاقي الكتاب بتاع ليه? اهو. بيشرح لك بقى كل الامكانيات اللي موجودة في الكتاب. فلو انت شايف الجزئية بتاعت دي. اه بالنسبة لك هتبقى مفيدة في شغلات تقدر ايه? ترى الكتاب. لا الكتاب بسيط زي ما قلت مش حاجة كبيرة قوي. يعني ده هو حتى بالاندكسز كله. 22 صفقة. وشوى الفاضين اللي بيبقوا في الاول. مش عاربوا ايه. والغلاف والكلام من ده. بقى بكل الهصة دي. عبارة عن تلاتين ايه? تلاتين زي. فبيشرح لك كل الامكانيات اللي موجودة في الحتة دي بس. يعني الكتاب والده. بيشرح لك كل حاجة معناها ايه? يعني ايه? اه. طبعا بشرح لك كل اللي موجود تحت التابلز. يعني فيه فيه وفيه اه حاجة يسمعها دي بندرسها للدكتوراه. يعني هتلاقي الفيديو رقم تمانية وعشرين على يوتيوب. بيتكلم على دي. يعني هو دي اول حاجة بياخدوها في الدكتوراه. فهتلاقي برضو مشروحة في الجادول دي. انه هو بيكلم على الحتة دي كلها. اللي هي الايه? الملتبول رسبانس. او بس الو دي الحتة فيها الكاتيجوري انتو تلزا. بيشرح عليك. احسن تفهم القصة دي. وبيقول لك ايه دي تاكسس عليها ازاي? وايه ازاي ترتب الكاتيجوريز وتدوس فيها على تعمل ايه كده? فادي ايه? ده دي بداية الكاتيجوري. دي لو عايز تعمل تست كمان جوة. دي زي ما قلت تقدر ايه? ترجع ليه الجادول ده? بيمسك كل ايتم في الشاشات اللي انت بتشوفها. بيشرح لك معناه ايه? كل ايتم موجود هشرح لك معناه ايه? ده الكتاب قدر. ايه الفكرة بتاعة الكلام ده? طبعا لو انت عايزت قل له ابلاي. حسب انت عايز تعمل ايه? هينفز اللي انت طلبت منه. خلاص انت كده موافق على اللي انت عايزه? هتدوس على اوكي. هينفز كل اللي انت طلبت منه. ادي دي الفكرة بتاعة الكاستم تيبرو. طب دكتور لو عايز اضيف نسب او كده زي الكروستيبس. لو عايز اضيف نسب في حتة برضو موجود فيها تضيف فيها نسب. بص ده ده الساب توتل اللي احنا قلنا عليه. ده جمع كده الكاونت اجمالي دول متين وستة. خلاص? اه ده بنسبالك الساب توتل هنا. ما المينموم ما بتجمعش. يعني مش تقدر تجمع المينموم يعني. ولا الماكسموم هتجمعه. لكن تقدر تجمع اجمال المرتبات. اهو. يعني لو تلاحظ كده. اهو جمع اجمالي بمرتبات. اه اه خمسة مليون مية وخمسين الف. يعني كأن الكل خلاص? على كل مستوية التعليم بيقضون خمسة مليون مية وخمسين الف سبعمية وستين. لكن هنا لو تلاحظ ده ايه? ده الرقم اللي بيطلع. ده اه بيطلك اقل ايه? اه رقم في يوم. اهو. زي ده انت بتتكلم عن المينموم, المينم�JA بتاع دول خمشة الف. هن بتتكلم على الماكسموم. جاب لك المين بتاع المين. يعني اجمع دوله اسم على عددهم جيب لك المين. ده دي كلمة سبتوطل. ودي دي الاجماليات. فهو حتى بيطبق الكلام بطرق اللوجيك. ان ان مينفعش اجمع لك المينوم بتاع المرتبات هيدي ايه? ده ملهاش معنا. يعني رقم ملوش معنا. ان انا اجمع لك ده. زي ده زي ده زي ده. هيدي ايه? ايه? مينموم ايه ده? مجموع المينمومس? مجموع الماكسوم لكن هو الماكسوم هنا جاب لك الماكسوم يعني في الكلاريكل الحيطة دي خاصة بالكلاريكل كله الكلاريكل الفيميلز يعني الكلاريكل الفيميلز هم دول اللي بيجمالي مرتباتهم خمسة مليون مية وفمسين ألف سبعة وستين دول اللي كان عددهم لك تفتكروا ميتين وست إجمالي مرتبهم هوا الأفرج اللي بيجمالي مرتب الناس دي كلها أول 25 ألف واربعة، خلاص؟ وهنا أعلى مرتب في الكاتيجر دي كلها أبقى 50 ألف وأقل مرتب في الكاتيجر دي كلها 5 ألف واربعة وخمسين إجماليهم كام؟ 200 وإيه؟ 200 وست بيمنك كده الفصة دي جبا؟ هل مرجع تاني على الكارستان تيفول أعطي نلعيز طيب لو أنا واقف على التعليم مسلا على سبيل المسال هذه الكاتيجوريز الموجودة المفروض بس هل النسخة دي فيها ولا لا؟ هشوف لك كده هنا هنجد ساب توتلز دي الكاتيجوري يدد سورت كاتيجوريز ده مش موجود هنا في حتة دي أوكي يعني في كده ديت ده شو التوتل دي لو شو التوتل دي لو أنت عايزت ايه؟ تشوء التوتل بتاع كل حاجة لو أنت عايزت شوء التوتل بتاع كل حاجة تدوس على شوء التوتل موس كده إجاب لك بقاء توتل كل خالي ليس ساب توتلزailsasters lamina كنت عامل كدها ساب توتلز لو انت عايز مثلا ايه؟ لغات الناس اللي معها بكليوس لو أنت عايز ساب توتل خلاص؟ لو أن عايز ساب توتل للناس اللي معها ماجسير عايز ساب توتال لالك sagte بس لكزا. لكن لو انت علمت على توتل يجب لك التوتل بتعجده لكله من تحت زي ما انت شايف كده. اه. لكل اللي ايه. اه. انا ارسل الكلام يا دكتور لو ساب توتل اتعلمت اخر حاجة يا بس ساب توتل تساوي التوتل كده صح? اعجب الزبط اه. اه. يعني لو انا حاطت الساب توتل في الاخد فالس. يبقى كده ايه? الاتنين هيساوي بعض. لكن لو انا كنت حاطت ساب توتل مثلا لغاية الناس اللي متعلموا خمشرة سنة. خلاص? يبقى يجب لك ايه? الساب توتل بتاع التلاتة كاتيجرز دول بس. انت عايش شوف الناس اللي متعلمين مثلا لغاية البكريوس. اه مرتباتهم كام? عددهم كام? اعلى مرتب اهل مرتب بالخصص الدولة. هتقدر تعمل الكلام ده. لكن التوتل ده التوتل الاجمالي بتاع الجدول اه ككل. هنرجع تاني عشان نشوف بس النسب موجودة في النسخة دي ولا لا. هرجع تاني ادي تابلز. اهو. ادي هنا. ده مش مش موجودة هنا في النسخة دي. لكن هو اه فيه نسخ موجودة فيه. يعني فيه نسخ فيها لما تنزل اه الكراك بيفكها بتلاقي فيها النسب المقوية. هي بتقدر تضيف النسب المقوية في الشاشة بتاعتي. لكن هي هي المفروض موجودة هنا اه في مكان اما في كانت لكن هي مش موجودة. يبقى معنى كده النسخة دي مش فكة الفتة بتاعة النسب اه المقوية. دكتور معلش اهام هو موضوع الساب توتل ازاي انا متلقبط فيه صراحة. يعني مش فاهم هو هيعمل ساب توتل على ايه بالزبط? هقول لك اوه. انا هلم الساب توتل دي. اعمل له دليت ايه? خلاص? وهاجي انا عايز اخط ساب توتل هنا. الناس مثلا اللي متعلمة لغاية 15 سنة. اه. وهضيف اقول له اد ساب توتل. وهسميه ساب توتل. هتطالي فين اهاته. يبقى هنا هيجيب لك اما تيجيب تطبق الجدول هيجيب لك الكونت بتاعي يجمع لك الناس متعلمة تماما سنين. 12 سنة. 14-15 سنة. هيجيب لك الساب توتل بتاعهم كم. هسيب التوتل موجودة عشان تقارن بس بين التوتل وسب توتل. وهقول له اوبلاي. وهقول له اوكي. احطي لك ساب توتل هنا. اقول له اوكي. بس كده. الساب توتل ده عبارة عن ايه? مجموعة الناس المتعلمة تمان سنين تلاتين. زي المتعلمين 11 سنة 128. المتعلمين 114-0. الـ 15-33 اجمالين وكان مية واحدة وتسعين. فالمية واحدة وتسعين ده ساب توتل للمجموعة دي بس. ساب توتل للمجموعة دي فقط لغير. خلاص? لكن التوتل ده ده بتاعهم كلهم. اجمعهم بقى كلهم دول يطلع لك متين وست. طب مش هتجمع معهم الساب توتل. يعني الفرايات بقى تلاتين مية تمانية عشر تلاتة وتلاتين اربعتاشر واحد اجمع دول يطلع متين وست. ادي بقى انا جبت ساب توتل لدول. طب تعالي شوف لو انا ضيفت ساب توتل هنا. هيجيب كله ولا هيجيب ابتداء من ستاشر. تعالي نوريك. اهه. يبقى تابلز. وهاجي هنا. وهاجي عند. يبقى ادي ستاشر سبعتاشر ستاشر 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 قبل ايه? عند التمنتاشر. واقول له اد ساب توتل. واقول له اسمه ساب توتل. يبقى انا هجمع بايه ستاشر سبعتاشر ستاشر سبعتاشر ستاشر ولا هجمع لي كل اللي فوق. تعالي نشوف. ابلاي. واقول له اوكي. تعالي حين. مصبه. جملك ساب توتل بتعملين? ستاشر سبعتاشر طمانتاشر. جمعهم لقم. ادي اربعتاشر واحد زيت صوفي دي خمستاشر. ازا انت تقدر تعمل ساب توتل ازا عند اي مرحلة انت عايز بس تختار طبعا حاجة منطقية. يعني كان بس هنا لغاية الناس اللي معها باكريوس اهو. الناس اللي معهم ماجسير اهو. طب الناس اللي معهم دكتراء اهو. وقد رجيب بقى ساب توتل كمان اللي بقى ايه. يبقى انا كان اعملت ايه. كان اقسمت التعليم بتاعي لكم كاتجري الى ثلاثة. يعني تعالي نضيف التالتة. عشان عندي ساب توتل بتاع التالتة دول كمان. عشان تفهم اللاجك. هادي تيبلز. ها. وهاجة عند الواحد وعشرين. وحط ساب توتل. احو. ايات ساب توتل. وهنسميه ساب توتل. وهقول له اب لايه. تقدر تسميه. يعني ممكن انا سمي بقى الساب توتل ده. هقول الصميشن من تمانية الى اه الى خمستاشر. من ستاشر الى تمنتاشر. من تسعتاشر الى اه واحد وعشرين. يعني تقدر بقى تكتب. بس انا بسيبه بايد فولت بسميه ساب توتل زمان. هنقول له اب لايه. وهقول له اوكي. كده كان انا عملت ايه. كده كاني اسمت. مستوى التعليم بتاعي لتلت مستويات. الناس المتعلمة من تمانية الى خمستاشر ده مجموعة. من ستاشر الى تمانتاشر المجموعة التانية. ومن تسعتاشر الى واحد وعشرين ده المجموعة التالتة. وهيجيب لي الساب توتل بتاع كل ايه. بتاع كل مجموعة. فيه من الفكرة ادي الفكرة بتاعتها. لكن التوتل ده التوتل العام. بتاع ال ايه الناس كلها اوه. تكون. دكتور ان التوتل عندي اختفى. ما عرفش هل ده في حاجة معنا. يبقى انت شيلت العلامة دي بس. العلامة دي عندك تشيل بس. ادي كسطم طيب ولو. العلامة بتاعت. اني علامة? اي. شو توتل? اوه تمام. تمام? الاعلامة دي اه اللي اتشالت خلاص بيشلك الايه التوتل. فدي الفكرة بتاعك الايه التوتلز والساب توتلز. ايبنا كده يا جبه. لو عايز بقى امكانيات اكتر زي ما قلت ارجع بقى للكتاب الزغير ده اللي انا قلت لك عليه. هتلاقي فيه اه معلومات طبعا اكتر من كده اه بكتير. لان طبعا الاسب الاساس فيه امكانيات ياما اوي. فيه امكانيات ياما. كل اوبشن بنخشوه. انا بقول لك الجينرال اه اللي انت المقصود توبع عارفه يعني بقية الحاجات تقدر تخش فيها اندف اه لو انت عجز. ادي كده ايه موضوع الكاستم تابل وشوفنا كل التيلز الخاصة بيه الكاستم تابل والفريقونسي تابل والكراس دابس. دي كده اول طول من الدسكريبتيب السابقس. لاحظ انا كل انا بعمله ايه? انا مجرد بخش اندف ستجوا الداتا. بعمل سامريزيشن للداتا. ببريزنت الداتا ان اكونفينيينت فورم. تمام? بدل ما تقعد تبص على الرو دات. ما ده البديل من انا قعد بص على الداتا دي. احب. قعد بعيش حياتك في الجادل ده? لو طلعت المعلومة مفيدة بكوائز. احب. اه دي. ده الرو داتا. فانا الرو داتا بعمل لها بريزنتيشن. تفيدني بعد كده في عملية اتخاذ الكرارات. ان انا بعمل سامريزيشن للداتا. بلخص الداتا. بعمل لها ارجانيزيشن. خلاص بعمل لها كلاسيفيكيشن. الميل في ميل الناس المتعلمين من 8 الـ 15 من 16 الى 19 السعارة. يعني ده المعصود بالكلاسيفيكيشن. تبقى ده الغرض من التابلز كاحد التولز الخاصة بالدسكريبتيف بستاتيستيكس. عشان نشوف الباترن اللي موجود في الداتا عامل في الزمن. دي كانت اول تول. ولاحظ انا طبقت التول ده على ايه? على الداتا اللي هي الكواليتاتيف بس. لكن في الكاستام تابل عملنا عاجة سكيل لكنه في الاخر اولا لجليه الى اجماليات. لكن ما جابش كل مرتب كل واحدة على حيضة. انك انت لو عملت يعني تعالى مثلا هوريك حاجة. طب ايه المانع عندنا لو جيت هعمل الفريقونسي تيبل اقوه. انالايز. سكريبتيف ساتيستيكس. فريقونسيز. خلاص? اللي عملنا اول حاجة. وتعمل ريسيت. عشان تفضي الشاشة. احو ريسيت. واختطت حاجة سكيل زي القرنت سالة. هيقولك لا مش هيقول لا. هيطلع لك فريقونسي تيبل. لكن الفريقونسي تيبل اللي هيطلع ملوش اي معنى. هتشوف دلوقتي. يعني دلوقتي اعطيني. اكانسل الكلام ده. ها. انالايز. عشان هو سكيل يا دكتور يعني? ايه عشان هو سكيل. انالايز. ديسكريبتيف ساتيستيكس. فريقونسيز. خلاص? واختار اعمل ريسيت فضي الشاشة واختار السوفتوير مش هيغلب. السوفتوير هيعمل لك فريقونسي تيبل. مش هيقولك لا. بس تعاني شوف الجادل اللي هيطلع ده. هل ادى الغرض? هو الغرض من فريقونسي تيبل ويه? ان انا سمراهي ستات. الجادل ده هيطلع كم صفحة? سبع صفحات. يعني الجادل ده اللي هيطلع اهو. اوكي. ده كده لما تطبعه? يطلع لك سبع صفحات. بس الجادل طول ايه? اهو. هو الغرض من الفريقونسي تيبل ايه? ان انا اصمراهي ستاتا. كل انا يقوله ده بامشي عشان اجيب اخر الجادل. ادي اخر الجادل اهو. هو عمل ايه? عد على المرتبات بالترتيب. من اصغر مرتب لا اكبر مرتب. وشاف كل مرتب اتكرر كم مرة في الشركة. يعني مسلا. اقل المرتب في الشركة دي كم? 1550. كم واحد بيبضو? نفر واحد. المرتب البعدي 15900. كم واحد بيبضو? واحد. البعدي 16200. كم واحد بيبضو? ثلاثة. البعدي 1650 واحد. وانت ماشي بقى كده الغاية اخر اللي ايه? اخر الجادل. الجادل ده اه ملوش معنا. ما اعطانيش اي معلومة مفيدة. انا كل اعرفته بس ان اقل مرتب 1550 واعلى مرتب 135 الف. معد ذلك الجادل ده ليس له القيمة. بضف ليش اي معلومة زيادة. ليه? ان المفروض الجادل ده نعمله ده هو المفروض يلخص للمرتبات في الشركة. انت لو مثلا عايز ماكس الضرب طلب من الاتشارة. عايز سامري كده عن المرتبات في الشركة عاملة ازاي? تروح تقديره الجادل ده? مش هستفيد منه حاجة. لكن الحاجات بقى الاسكيل بقى دي. اقولي لك بقى طريقة طبعا. اروح اقسمها الى ايه? الى كاتيجريز او ليفل. يعني هقسم المرتبات مثلا دول الى ثمانية ليفل. مثلا من خمشون الف الى ثلاثين الف. من ثلاثين لكمسة واربعين. من خمسة واربعين لكزا. لغاية اخر كاتيجري مثلا من مية عشرين الى مية خمسة واربعين. دول يطلعوا ثمانية كاتيجريز. واقولك بقى جوة كل كاتيجري كم موظف مرتبه في الريجا. يبقى انا كده لخصت المرتبات. فلما تبدي رئيس مجلس تدار جادول زي ده يطلع كده ربع صفحة. في سامري عند المرتبات عامل كده. والله عندنا عشرين موظف مرتبه من خمشون الف تلاثين الف. وعندنا اربعين موظف من ثلاثين لخمسة واربعين. وهكذا وانت ماشى. يبقى انت كده تلخصت له المرتبات في جدول بسيط. عشان كده ما كناش واحنا بنعمل الفريقون ستيبل وتلعك ما تختارش الحاجات الاسكيد. هيطلع على الجدول مالهوش معنى. الجدول ده بالظبط لما تطبعه. هيطلع صفحاتك شوية. عشان اشوف اهو. بص ده انا دوستك شايفين العدسة. تفضل. سامك تفضل. هو انا ممكن. هو انا ممكن. لما احط ساب توتلز وشيل الداتا نفسها. اعمل بقى اكسكرود لبقى. ممكن. يعني مثلا في الهدوكيشنال في الهدوكيشنال في الهدوكيشنال الو انا مثلا عايز اقسمهم كاتيجوريز في زي ما حارتك قولت اعدادية ودبلوم. احط الساب توتلز بتاعة الجريتز دي واسميها. بعدين اكسكرود الداتا هيكسكرودها في الحساب. ولا هتتعرض. يعني ولا ولا هتتحسب. بس مش هتتعرض. ما تقدر تعمل الكلام ده. لما تقدر تعمل الكلام يعني إزاي حاول التعليم إلى Levels؟ هوريلك هنأخذ الكلام ده؟ لسه جاي خلاص؟ لكن أنت يكون هو وارد يتعامل عادي ما فيش مشكلة يعني تقدر تعملها على الصفت وير ما فيهاش مشكلة لكن أنا هوريلك طرق تانية أفضل مباشرة أن تطلع لك اللي أنت بتفكر فيه ده لسه جاي لسه جاي كتير الكورس لسه ملياني فزياني ما أقوله موضوع Scale إن أنا عملت له Frequency Stable اتعامل ما فيهاش مشكلة لكن زي ما قلت بتطلع نتائج ملهاش معنا لكن أنا هوريلك بعد كده لو أنت عايز تعمل Frequency Table بتاع السالري الأول هروح أنا أقسم السالري إلى Levels هوريلك طريقة إزاي تقسم السالري إلى Levels وبعد كده تعمل Frequency Table بتاع ال Levels دي بحيث يطلع لي المرتبات متأسمة من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا وجوه كل Range الفريقونس بتاعه كام والنسبة الماءوية بتاعته كام بحيث يطلع إن أنا ألخص لك الجدول بتاع الكارن سالري ده في جدول حاجة صغارة كده 7-8 سطور مش أكتر من كده بدل الجدول اللي هو 7 صفحاتها فأنا بقول عشان تشوف الجدول بس كده على Print Preview اللي هي العدسة اللي تحت Data دي أهي قادي الشكل بتاعيه ده الصفحة الأولى ده أول صفحة في عندك قادي دوس على Next Page ده الصفحة الثانية الصفحة الثالثة الرابعة الخمسة السادسة دوس كام صفحة ست صفحات طبعا لو قلنا السكيل شوي بس 7 صفحات 8 صفحات حسب انت عايز تكبر تصغر الخصصة الثالثة فبصحاتي جدول قويل قوي ما قداش الغرض بتاعه ان الغرض من Frequency Table ان انا أسامرائيز Data عشان كده ما بنعملش Frequency Table للسكيل Data قبل من نعمل لها معالجة هنتكلم عنها بعد كده ده كان كل ما يتعلق بالFrequency تيجل قد عنده أي استفسار لأنواع Tables المختلفة Frequency Table Cross Tabs Custom Table مواضح دكتور احنا كل ده بنتكلم على نلاحظ انا كل تركيز عليه الكوالاترات في Data بس النعم نلق الorder مجدش جنب الاسكيل لسه لها محاضرة الوحيدة دي دلوقتي هناخد Graphs الطول التانية الوصف Data Graphs ان انا بدل ملخص Data بشكل جدول لا ممكن ملخص بشكل Graph و Graph معبر و جميل و حل خلاص فاحنا بالنسبة للQualitative Data هندرس ثلاثة انواع من Graphs هنرجع بقى على Power Points بتاعتنا اهو ده الFaicun Stable والشرط بتاعه اي دي هون Graphs فانا هتكلم على لسه الQualitative Data بقول ان الQualitative Data can be described Graphically by الثلاثة دول احنا هندسكام واحد 6 ثلاثة للQualitative اللي هم كلمة Qualitative قصود nominal و Ordinal وثلاثة للQualitative اللي هي Scale هي Scale بقى يبقى دلوقتي كل الجداول اللي فاتت دي ممكن كان بي Represented by Graphs يعني بدل ما عمل لك Frequency Table بتاع gender لا اطلال لك الGender في شكل Bar Chart أو Py Chart أو Parito Diagram خرص؟ فانا عندي ثلاثة أشكال من Graphs باستخدمها للQualitative Data اللي هم Bar Chart أو Bar Graph والPy Chart والPareto Diagram دول الQuantitive هنأخذ ثلاثة ثانية حاجة اسمها Dot Plot حاجة اسمها Stem and Leaf وحاجة اسمها Histogram موجودة هنأخذها لسه بعد شوق ده شكل لإيه الBar Chart الBar Chart اللي قدامنا ده ده البديل بتاع Sample Frequency Table هنا كل categories يعني ده الBar Chart بتاع الجدول اللي هو اللي هن عليه بتاع الأدلت Evasion الأدلت Evasion دي بدل ما أعمل لها Sample Frequency Table لا هنعمل لها الBar Chart يبقى أنا كل category أو كل class will be represented by a bar هم كانوا كام classes كانوا ثلاثة البروكس والأناميك والكون يبقى أنا هتطلع فيها كام بار هتطلع فيها ثلاثة بار واحد للبروكس واحد الانوميك واحد للكون اللي هم أهم قادي الانوميك لفتكرو كان Frequency بتاعها كام 10 فالارتفاع بتاع القلم يام Frequency يام Percentage خاصة ما أنت عايز فلا SPSS هتخطط اللي أنت عايز الcount ده الcount الfrequency اللي هو الcount فهنا عدد الانوميك كان 10 لو تفتكرو وعدد البروكس كان 5 وعدد الكون 12 و7 قادي الإجمالي اللي هو الاتنين وعشرين فهنا الرسمة هي بتبين Frequency بتاع كل كل من الموجودة إذن ده الترجمة بتاع بتاع وتقدر تعرض زي ما قلت ال ال البرسنت أو تقدر تعرض ال ده كمان فيه امكانيات أعلى كمان في الاس بس اس ده أنا ممكن كمان بدل ما أحدد على ال ممكن أقول بتاع كل الكاتيجري من دول ايه يعني الناس اللي عندهم دول اللي فوق التسعين سنة دول اللي هما من تسعين لخمسة وتمانين دول اللي هما من خمسة وتمانين لإيه لستين يعني ممكن أجيب لك بتاع كل كاتيجري ممكن أجيب لك الماكس مام ايج المين ايج وميجرس كتيرة جدا ممكن أحطها على على زي مثلا لو أنا هرسم الجندر في بار هايب عندك واحد للميل واحد للميل ارتفاع القلم ده بيساوي يععددهم يعني نسبيتهم أو أن أنا ممكن أحط لك على الأفرج سالري حيث يقول الأفرج سالري بتاع الميل زي في الشركة دي كان والفيميل كان أو حاجات كتيرة نقدر نحطها على أو المين أو مجموعة سالري زي ما أنا عايز بقى ده رأي عمل الكلام ده على ال على ال على ال طب ده نوع واحد بس من يعني أنا هنا جيب لك شكل واحد هو لكن في أشكال مختلفة بص كده في الرسمة دي ده احنا ده الشكل هرسم به شايف كده كم شكل ده سيمبل اللي هو زي ده سيمبل بار او ممكن يكون ده البديل اللي هو تاني واحد ده ده البديل بتاع الكروس تابس مشان في الكروس تابس كان عندي متغيرين واحد عروب واحد عالقلم زي ما خطينا الجندر مع الجوب طب لو أنا عايز احط الاتنين دول المتغيرين دول في رسمة واحد يبقى تعمل لكن السيمبل دي يبقى في في الرسمة عايز احط الجندر عايز الجوب عايز اي اي منذ يبقى دي سيمبل بار تشارت خلاص دي اسمه ده البديل بتاع الكلاستر الكلاستر بترسوم جمع بعض ده بترسوم فوق بعض بعدين هم هم تاني التلاتة دول بس دي ده الكلام ده المموض في دي الشاشة اللي احنا بعد شوية هنشوفها عشان نرسم البار تشارت خلاص فعادي ده القصة بتاعة البار تشارت ده الشكل بتاعه بنفس الطريقة الباي هيا هيا الباي احي بس بدل ما كل كلاستر باي باي لا في الباي بتاعت فهدي ادي الباي احنا عندنا مقسمة الى مقسمة اللي هما الكندوكشن والانوميك والبروكس فبقى انت الدائرة بتاعتك تقسم كم سلايس ثلاثة ادي الانوميك وادي الكندوكشن وادي البروكس حجم السلايس بقى نفسه يما بيساوي الكون يما بيساوي البرسنتج او بيساوي اي حاجة تانية بقى الصم مجموعة المرتبات مجموعة الاعمار الاقل سالري اعلى سالري الكندوكس فدي النوع الثالث او الجراف الثالث اللي هو البريتو دا شبه بالزبط البرشارت لكن البرز بتطلع مترتبة ترتيب تنازلي بالشكل ده بيبدأ من الكبير للإي بالصغير البريتو تشارت ده اصل استخدامها في ال يعني دي احد التولز السبع اللي بيستخدموها في ال زي عندك ال عندك ال عندك عندك في سبع تولز كده بيستخدموهم الناس بيستخدموها الكواليتي المخصوض من هم عرفينهم ودي واحدة من البريتو ديجرام الأسفل لما بيرسملك البريتو ديجرام بيظهر لك ال Y Axis من النحتين يعني هنا في Y Axis وهنا في Y Axis النحة اللي على الشمال بيطلع فيها ال Count أو Frequency إذا ما انت شايف كده والعالمين بيطلع ال Percentage بحيث بأن انت شايف ان دول عددهم 10 دول بيمثل مثلا 40% دول عددهم 7 وبيمثل مثلا 30% ودول عددهم 5 وبييمثل 30% اللي باقي إذا ما انت شايف النسبة وشايف ال Count at the same time على نفس ال Graph وكمان بيجيب لك Cumulative Percent بيجي يرسم لي هنا Curve يبدأ من هنا ويتانه طالع كده لغاية ما يوصل للواحد الصحيح Cumulative رأس بيجيب لك يبقى من على الشمال Cumulative Count واللي على اليمين Cumulative بPercentage يعني كان الدول الوحدهم 10 طب دول زي الدول كام مفهوز يبقى 17 طب دول زي الدول زي الدول 22 اللي هما 100 دي اليمكانات الموجودة في الاس باس اس هنورها لك بعد شواء دي الفترة بتاعت التلاتة Graphs اللي أنا بستخدمهم لل Data اللي هي من النوع Qualitative Nominal أو في التلاتة Graphs دول ال Variable الرئيسي اللي انت بترسمه لازم يكون حاجة categorical حاجة nominal أو ordinal وده لازم تحطه على X axis يعني لازم تحط ال Variable على X axis يبقى حاجة nominal أو ordinal ما يفعش تحط scale نهائي زي ما هوريلك بعد شواء هدى عند بقى استفساد غير بلقتي تعال نشوف ال ايه الكنام ده على ال SPSS قبل بس ما نروح على ال SPSS هوريلك بس الشاشة الشاشة دي اه دي اللي أنا هستردم عشان نرسم عشان ترسم اول حاجة بتختار من فوق فيه بعد Analyze اللي كنا بنختارها من شوية جنبها فيه Graphs يبقى عمتى هتختار Graphs جوه Graphs هتختار حاجة اسمها Chart Builder يبقى أنا اول حاجة بخش جوه Graphs جوه Graphs هتختار Chart Builder اول ما هتختار Chart Builder هتلاعلك برضو شاشة زي اللي احنا افناها اما جينا نعمل Custom Table الشاشة الزهارة دي الشاشة دي تاني وتقول له اوكي هيدخل لك جوه Chart Builder وهيظهر لك الرسمة اللي على اليمين اللي احنا شايفينها قدامنا جي خلاص كده يبقى أنا بقى تخل في الاس باس اس على Graphs جوه Graphs بختار Chart Builder هيتلاعلك الشاشة الصغيرة اللي هاتي فيه عشان ما تطلع لكش تاني تقول له دون دو شو خلاص وهيظهر لك بعد كده اللي هي Chart Builder اللي موجود على ايدك الشمال فوق Variables هتلاعي على ايدك الشمال فوق اللي ايه Variables خلاص وتحت برضو هتلاعي الاوكي والPaste والCancel والHelp اللي احنا شفناه قبل كده هم هم جميل وهتلاعي هنا مربع فاضي كده ده اللي هيظهر لك فيه الرسمة اللي انت عايز ترسن تمام وهتلاعي هنا تحت Favorites دي اشكال Graphs الموجود بص هنا انا وايف عليه على الBar اللي ممكن ترسمه اللي بعدها Liner Chart لما تقف على Liner Chart في الصورة طبعا هنا مفيش Click ولا حاجة لصورة لما تقف على Liner Chart هيجيب لك هنا انواع Liner Chart لما تقف على Area يجيب لك Area Pite Chart Pite Chart Scatter diagram Histogram كل هي انواع من Graphs كل واحدة جواها كذا نوع بالماوس لما بتقف على الرسمة بيجيب لك اسمها يعني دي لو وقفت عليها في الاسب اساس طبعا مش هنا دي اسمها ايه اسمها Sample Bar Chart Sample Bar Chart دي البديل بتاع اللي بعدها اسمها Clustered Bar Chart ودي البديل بتاع الكروس تابس واللي بعدها اسمها Stacked Bar Chart دي زي دي بس الفرق ترى يتعرض مختلف دول جنب بعضهم دول فوق بعض اذا انا بتكلم على متغيرين بعدين الثلاثة اللي بعضهم هم هم بس سري دي يعني دي عبارة عن Sample 3D Clustered 3D Stacked 3D وبعد كده دول اسمهم error bar Sample وClustered دول اسمهم error bar Sample وClustered واحد كده بقيت كل الجراف له انواع مختلفة كل حاجة بتددي شكل مختلف طب لو انا عايز ارسم رسمة هعمري اول خطوة تختار الرسمة اللي انت عايز تقسمها وتسحبها بالماوس ترميها فوقنا يعني افترض انا عايز درس بسامبل bar chart للجيندر هتيجي صحبها هنا وترميها فوق هتليم يستني منك كاتب لك x axis وy axis وعمل لك عامل السفان هو يستني منك ايه الفاريوب اللي على x axis ايه الفاريوب اللي على y axis هتسحب الفاريوب زمن هنا ترميها في مكانها دوس وك يطلع لك الرسم بتشوف طبعا ديمو للرسمة قبل ما ايه قبل ما ترسمه عشان انت بعارف الشكل اللي عام بالرسم اللي بعمل ازاي لكن اللي انت بتشوف ده مجرد ديمو مش الرسم الحقيقي يعني ما بيعش ارى data ندوس كلنا هنطلع نفس الرسم لنفس data يلا نشوف الكلام ده يلا هادي الاس بس اس على data ماشي على output ماشي مش هتفر انتوال فيه طب عشان نرسم هروح على graphs chart builder اهو طيب بختار graphs جوة graphs بختار chart builder اهو اهو تشارت بنت هيطلع لك دي الرسمة اللي كانت قدامنا من شوية اهي خلاص بص كده ادي دول العشرة variables دونا اللي في الفايل gender والdate وال هما هما اللي احنا نتعامل معهم وادي اللي انا قلت عليها ايه ادي بارد chart ده انواح المختلفة انت طبعا زي قلت هيطلع لك الشاشة الصغيرة دي قبل دي برضو الغيها وقول له وكي عشان ما تطلع لكش تاني يعني قل له دون تشو ودسه وكي عشان يجي لك الشاشة دي عرض دي بص لو انا وقفت بالماوس هو اسم ايه sample bar chart البعدها cluster البعدها stacked بعدين cluster 3d stacked 3d ودي sample error bar ودي اللي cluster error bar هذه انواع للbar chart وده line هادي line chart نوعين sample multiple وفي عندك area وفي عندي pie chart scatter diagram dot diagram histogram high and low box block ودي access عشي تحط بقى اي حاجة على x axis حاجة على y access كده هذه انواع الجرس زي ما قلنا هنتكلم على bar chart الاول وهناخد sample الاولاني اسحبه وارمي فوق بالماوس كده فين بريتو فيه لا البريتو مش موجود بريتو في حتة تانية البريتو ده موجود في quality control زي ما قلت ده خاص بالquality control فموجود مع quality control هورولك بعد شهر لما يجي نعم نعم هنبدو ان شاء الله صح اه 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 هنقود الثلاث بس هو مش معاهم هنا انا في حتة تانية طب انا خدت الرسمة اللونية اسمبل وارميتها فاتلي منتظر منك ايه ايه اللي هتحط على x axis واي اللي هتحط على y axis اتفقنا الvariable اللي هتحط على x axis لازل تبع حاجة ايه categorical يعني ايه categorical يعني nominal ما تاخد شئ خالص هنا مثلا لو خدت ال gender اه اسحابه وارمي على x axis برضو لما تبع علامة اليد كده اه هتسيب وص مجرد من انا اخترت ال gender عمل لك ايه عمل لك two bars واحد للمails واحد للfemails واما اعمال لي على y axis by default ايه ال count يعني انت لو رسمت الرسمة دي يطلع لك ال bar ارتفاعه هو عدد الميل خلاص كده لو انا خدت variable تاني غير gender job اه هدو اسحابه وارمي مش لازم تشيل ده الاول تحط لا اسحابه وارمي على gender اه كده عمل ايه شال gender وحط بداله واده عمل لي ثلاثة bars طبعا زي ما قلت ال bars دي ديمو كل واحد يتلاقي ال bars اطوال مختلفة عن التاني مش كلنا زي بعض تمام لكن لما ندوس وكي كلنا زي بعض لي عشان هيقرى نفس ال data هنا مجرد ارى اسام ال variables بس وال categories اللي جواه ادي clerical ادي custodial ادي manager واللي ارتفعت المفروض يعني clerical ده اعلى حاجة هيطلع والكستودي اعلى حاجة والmanager بعد ما بين الاثنين يعني clerical اعلى bar يلي manager يلي الكستودي وهكذا لو خدت التعليم مثلا على ال xx اهو هذه التعليم مستوى التعليم من 8 الى 21 وهذه ال count فيهمنا كده خدت اختيارات ال variables طيب تاني حاجة بقى ايفرد انا مش عايز ال count عايز النسبة مقوي ببدل ال count شايفين كده هنا تحت كلمة statistics عليمين ايه تحت ايه count ال count ال ايه الكلمة دي ايه اللي هم طيب انا مش عايز ال count انا عايز النسبة الماوية ايه بقى تغير بالسهم ده اهو وتخليها percentage اهو بقى percentage نسبة ماوية اي حاجة من دول تقدر تحطها لكن ده النسبة الماوية تقدر تختار اهو تقدر تختار ال percentage خلاص ده اوكي كل ده تمام لكن هل ال value ماشي مفيش مشكلة ال value بتاعت مين لازم ترجع لك وي اكس تاني لازم اختار ايه لازم على وي اكس مثلا انا اخترت المين المين بتاع مين لازم تحط ايه المين بتاع المين بتاع المين بتاع ال خلاص فلازم تختار معين يبقى دي اللي انا مغير منها اللي انا عايز انا رجعت داني ال count زي ما قل فهمنا كده الخطة دي واضح الكلام ده لو الشاشة دي اللي على اليمين دي لقيتها مختلف عن اللي عن تعرف انك انت منتش واقف على بص انا واقف على بروان فوق دي يظهر لك دي بص لو انا واقف على اكس اكس اتغيرت الشاشة اتغيرت كده جاب دول مستوات التعليم كلهم من 8 لغاية 21 طب هيتفدني في ايه افرد عايز عيد الترتيب عايز عيد الترتيب يعني التمانية دي عايز اخليها في الاخر فالص دوس عليها وبالقاس هم دي نزي لها تحت اه 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 فالت التمانية في الاخر بص البار فين التمانية باخر واحدة انا اقدر هنا اغير ترتيب ترتيب البار خلاص لو انا فيه كاتجوري مش عايز ابيانها في الرسم اقدر الغيها في ال اكس اهو يعني شايف التمانية دي عايز اخليها بقى خالص ال اكس الحامرة دي دوس عليها وص التمانية بقت فين خلاص ما فقش في التمانية عايز الغي ال 21 دي دوس على ال اكس بقت اكس التمانية بالسهم اللي اغضر ايه رجال تاني فيه من كده ده لو انا وايف على الايه على ال اكس اكس بالشكل ده اهو خلاص طيب لو انا وايف على ال اكس ايه اللي تريد تعمل على ال اكس انك انت تقدر تحدد بتاع ال هو بايد فولت هعمل اوتوماس متعلم ايه اوتوماتيك اوتوماتيك لكن انا ممكن احطله ان يبدأ من كزا المينوم كزا الماكس وكزا افراد انا عارف ان اعداد الناس قال عدد مسلا عشرة اعلى عدد متين يبقى انا هقول المينوم عشرة والماكس مم متين عشان يبقى ايه يبقى الكرف اللي بتاعه تقسيمة بتاعته مش بعيد عن الارقام بتاعتك وتقدر تقول يعني ما اعمل ستين مئة عشرة يعني فارق خمسينات ولا كام اتحدد الافضل عشان ما تردش تحار نفسك وتفكر سيبها اوتوماتيك اعملها مظموط ايه من الكلام ده عادي الواي ايه الواي اس تايتل لو انت عايز تكتب تايتل هو بادي التايتل وهيطلع ده الاتوماتيك تايتل هيطلع انا مش عايز العنوان ده ندوس بقى على وكتب العنوان اللي انت عايز تايتل للايه للايه مفهوم انه معا معا اتب طال نجرب كده دوس اوكي ادي الراف اه ادي مستوى التعليم بالترتيب اللي انا كنت اعمله انا نقلت الواحد وعشرين والثمانية في الاخر خالص وكنت شدتهم وارجعتهم تاني في برجعوا في الاخر عايز تعيد الترتيب تقدر تعيد الترتيب زي ما انت عايز ده الدفولت بتاع الجراف والدفولت هو اللون اللي اللبني اللي انت طالع لك اقدر طبعا اغار الالوان واد ممكن اعمله على الرسم اما خلص خالص الجراف يعني انا عايز اوسع المسافات بين البارز اعظف عايز البارز دي اخليهم لازم في بعض اعلي المسافات تضف كل حاجة تقدر تعملي عايز تضرب فضل انا مش هد يا دكتور نعمل معي اوكي ابل يبقى في معلومة اقصر بص كده اه ايه اللي عندك على اكس اكسز في في على اكس اكسز مضبوط عندك سمعني ولا بس سمعني اه سمح ديك يا دكتور على اكس اكسز ال ايه المكتوب على اكسز لا مفيش ولا ولا اي حاجة لا مكتوب بس اكسز فانا هخليها عشان كده هو مستني منك حاجة عشان كده اوكي مش اكتف فانت هنا هتدوس على البر وان فوق خليك كده دايس على بار وان عشان تظهر لك ايه استاتيستيكس دي واختار الكون هتلاقي على طول الوكي بقيت اكتف طول ما فيه معلومة نعصف الجراف الوكي مش اكتف الكون موجودة الكون اختارها من من اللي من هنا تحت هتختار اول واحدة فوق اوكي تمام بقيت اكتف اه تمام ما انت دايما لما تقول الوكي مش اكتف تعرف ان فيه معلومة ناصف انت هنا مكتوب لك وي اكس طويل على الواي اكس ما انت ملطلهوش انت ملطلهوش ايه اللي على الواي اكس فانت لازم تحددله مين اللي على الواي اكس بس كده يا جماعة هرجع تاني على اللي طلع فزي ما قلت ده لكن اه درهاي في الدفولت ده حاجات كيرة جدا لسه هوريها لك بقى تمام يعني مسلا ايه تعال نشوف كده الناس المتعلمين اتناشر سنة حد يقول لي كم من الرسمة كده قليوك قلينا هنخمل طبعا انا عارف هم ميت ميوت سي نعم انا قلت قل مست 195 لا هم بالضبط 192 اذا نحن لو سيبناها بقى كل واحد يخمل يبقى مش هنخلص مضبوط فانا هادر اخليه يكتب لي جوه كل بار كمتو كام يعني يكتب لي هنا 192 يكتب لي هنا 6 يكتب لي هنا كذا جوه كل بار يكتب لي ده هادر كل ده هادر اعملي تعال هوريلك ده بس بسرعة وبعين بقيت برضى عشان يبقى الرسمة مقروقة لكن كده الرسمة غير مقروقة ملاش معنى طبع اي ايديتينج عايز تعمله على الجراف اعمل على الجراف هعمل على الجراف هيظهر لي حاجة اسمها ايه جديدة ايه ويندو جديدة اه اسمه ايه اسمه ايه هكبر بتاعي ده اه خلاص كده ده ده جماعة اقدر اعمل به حاجات كتيرة جدا كل انا قلته ده اقدر اعمله هنا اقدر اضيف الارقام اقدر اوسع البار اكبر البار اطولها شوية الخلاق سري دي اغير الوانها اخلي كل بار بلون مختلف كل ده اقدر اعمله اغير التايتل اغير حاجات كتير ايه او فانا بس عشان اضيف الارقام بضيف ازاي بدوس على شايفين فوق واقول له شو داتا لابل لو لقيت شو داتا لابل دي مش اكتف مش منورة مطفية زي اللي تحتها كده اعمل بس على اي بار من دول اهو اي اي بار من دول دبل كليك علي هتلايها نورت اهو اي مكان على الرسم في اي حاجة على اي بار على الرسم بره بحس تحاول بخطة اصفر كده وتقول له بص اي مش منورة اي احو دبل كليك بقى هنا نورت اهي الشاشة اللي طالع دي من دي سيبك مين مش عزينة اعجيب هالك دلوقتي واقول لك معناها اي بص مجرد ان انا عملت على اي بار البار زي كلها تعلمت بخط اصفر بيت اكتف بادوس على هتلايها نورة تا وتقول له شو كام مية وتسعين دول ست دول مية وستاشر دول تسعة وخمسين دوق كده بايا خلاص مفيش بقى مجال للتخمين مفيش مجال للتخمين الشاشة اللي بتطلع الشمال يسيبك مين فضل معلش تفسير انا بدوس على الكولم بيظهر لي هو الواحد يعني ظهر لي مية وتسعين مية وستاشر بس الباقيين ما بيظهروش لا معاشر انت بتعمل واحد واحد فا انت لازم تعمل كده برا كده برا البرز خلاص بعدين دول كليك على واحد منهم حيث يبقى الخط الاصفر عليهم كلهم كده الخط الاصفر عليهم كلهم بعدين تدوس بقى وشو ده تليبه لو هي عندك قوله الاول بعدين نعمل شو طمام التشارتي ايدوتور ده في قصص كدير هنتكلم فيها بس فيش دلوقتي فانا هقفله خلاص التشارتي ايدوتور كده دوره انتهى بتيف التشارتي ايدوتور هتلاقي الكلام ده بقى موجود فين في الاول ضد بتاعتك طلع الايه الرسمة بالتعديلات اللي انت طلبتها اه يبقى دور التشارتي ايدوتور انا بزبط الحبتة اللي عايز ازبطها واقفله خلاص ملوش اي دور تاني ما بيتخزنش يعني يعني الويندو بتاع التشارتي ايدور مش بخزنه كده اصبح الرسم اللي قدامي مقروء مفهوم ارقامه مفيش مجال التخمين لحدش يقولي لا دي 192 لا دي 190 ده 195 لا هي خلاص هي 190 6 116 وانت ماشي لغاية 53 فيه فهمنا كده فكرة السامبل بار التشارت زي ما قلت ده البديل بتاعيه بتاع الفريقونسي البديل بتاع الفريقونسي هدى عنده اي استفسار في الكلام ده حتى الان تعال تعال دلوقتي انا افقار دي اين لو انا عايز اعرف بتاع كل مستوى تعليم في الشركة دي يعني الناس اللي متعلم اتناشر سنة متوسط مرتبهم كان الناس اللي متعلم اربعتاشر متوسط مرتبهم كان هنعملها ازاي دي تعال ارجع تاني على التشارت اددر او التشارت بيلدر جرافس التشارت بيلدر اهو هتلاقي الرسمة كما هي كل انا هعمل هي هاخد السالري او الكرانت سالري ورميه على الواي اكسس اهو بص كده مجرد ان انا اخترت الكرانت سالري على الواي اكسس ام كتاب لي المين كارنت سالري كلمة مين يعني افرج المين في معناها الافرج طيب المين كارن سالري يبين هيجيب ليه هيجيب لك الافرج سالري بتاع كل مستوى تعليم على حد طيب افرش انا مش عايز انا عايز اعلى سالري لكل مستوى تعليم او اقل سالري لكل مستوى تعليم تقدر تغيرها منين من السهم ده اهو يعني المين اهي مصفي عند عايز المين عايز الميديان لسه هناخد الميجرس دي كلها المين المود المين الماكسمم مجموع المرتبات كل الكلام ده اقدر ايه اقدر اكتبه انا خلينا مثلا في الماكسمم سالري عايز اشوف الماكسمم سالري بتاع كل الكاتيجري من دول بيبضوا كم يعني الناس اللي متعلم 12 سنة اكبر واحد فيهم بيبض كم الناس تعلمون 14 سنة اكتر واحد بيبض كم يبقى انا اختار الماكسمم بقى هنا مكتوب الماكسمم كارنت سالري كده هدوس اوكي هيتلاع لي الرسم هاتي الرسم تعال نقول بس نشوف الارقام عشان زي ما قلنا الرسم عشان تبقى معبرة نظهر الارقام هنظهر الارقام ازاي بنفس الطريقة double click على الرسم اهو وقوله elements show data labor بس كده وقوله elements show data labor ونيفل الاتشارت ايديتور خلاص انا مش عايز ايه في الشاشة الزهرة دي ونيفل الاتشارت ايديتور اهو ايدي الرسم بس كده اعلى ابرج اللي متعلم 19 سنة 100 هو واحد يعني اللي متعلم يعني اعلى واحد بابط الشركة مش المتعلم 21 سنة لا اللي متعلم بابط كام 135 الف وده اعلى مرتب في الشركة هو واحد بس وبالتالي المكسم هو 135 خلاص طب الناس المتعلم 12 سنة فاكرين كانوا كام 191 اعلى واحد فيهم بابط كام 59 400 400 الناس اللي متعلم 14 سنة كانوا 6 اعلى واحد بابط كام 39 900 وانت ماشي بقى الغاية الاخر الناس اللي متعلم 15 سنة اعلى واحد بابط 80 الناس تعلم 16 اعلى واحد 103 الناس تعلم 17 اعلى واحد بابط 82 1500 وهكذا وانت ماشي بقى انا كده جبت لكل مستوى تعليم ممكن بدل مجموع الملم ممكن ممكن مجموع المرتبات تعال نشوف مجموع المرتبات ده هتلاقي التساعتاشر دي بقى تقل حال انه نفر واحد بس مجموع مرتبات هم 135 000 لكن بقيت الكاتيجريز هي اللي هتو بقى كل مبل عدد دول هيبقى اعلى مجموع مرتبات لانه عدد كثير جد في اعلى مجموع هاي بهو ده تعال نشوف ها كده عشان يبقى ايه فيه لاجك كده في الرأس فهنقول شارت بيلدر كلنا هعمله ايه بدل خلال الصم اهي وقول له كده برضو اظهر المجموع دول click elements show data ويفر كل الكلام ده وقلوس دي وسكده مين بيبقى ده اعلى مجموع الناس اللي بتعليم 12 سنة مش عشان مرتباتهم عالية لا ده عشان عددهم كتير قوي دول 40% من الشرك وبالتالي دول بيبقوا كم مليون بص 4 مليون 918 65 الناس تعليم 14 سنة دول 6 نفار فإجمال مرتباتهم 189 59 50 دول 15 سنة 3 مليون وشوية دول 2 مليون وشوية دول 654 654 ألف بص بص المتعليم 19 سنة بيبضوا كم مليون دول كذا واحد مش كان واحد بس 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 عليهم هو 135 اجمال في تعليمها 8 سنين دول 53 واحد بيبضوا مليون 293 2150 اه اجمال مرتبات الشركة 16 مليون 300 مش عارف 48 1519 حاجزة كتلا اجمال مرتبات الشركة 16 مليون وكسر و300 ألف وحب فهمنا كده فكرة بار اتشارت يبقى انا عملت اعملت بالداتا باستخدام الجراف شفت البترن اللي موجود في الداتا باستخدام الجراف شفنا maximum salary شوفنا count شوفنا submission of salary and so on حد عنده أي استفسار حتى الآن اه حد كده شوفت فين person تفضل عليش تاني قول لا بتعسر بس هديك السام of salary هديك اللي هو 60 مليون هي ظهرة في التيبل او حفظها من قبل كده لا انا حفظها من قبل كده مش حاجينا بدون الكلام اه انا اجمال اجمع الارقام دي كلها يطلع لك الرقم اللي انا بقول دكتور اخد الصمة على البرسنتج نفس الوقت الصمة ايه مع البرسنتج اه نقدر نضيف بقى كذا حاجي في اجيب لك هنا كذا حاجة هنا في العمود ده مجموع مرتباتهم وعدادهم ونسبتهم كم في المين يعني الاربع مليون دول بيمثلوا كم في المين من الرتبات مثلا تلاتين في المين اقدر اجيب لك النسبة وادر اجيب لك عددهم كمان عدد الناس دول كم واحد كل ده في نفس البار في الاتشارت يقدر هولك كل الامكانيات دي اي استفسار تاني طبعا هنا الامكانات بتاعت الرسمة اعلى من الاسل بكتير ما تعرفش تعمل الرسمة دي ازاي دي في الاسل لازم تروح الاول انت تجهز المجميع والحاجات دي تجهز الاول كحسابات وعن تطلح ها في الرسم لجن هو هنا بيبني اول الناس التعليم التنشرة سنة روح انت اجمع مرتبات والتعليم اربعتاشرة اجمع بشوية معادلات جبت المجميع تظلل له بقى الكلام ده ويرسم هالك هنا لا هنا مباشرة هو هيروح يحسب الحسابات ويحطها في الرسم فدي طبعا ميزة ما تلاقاش في حتة دي نرجع تاني على التشارت بلدر معايا الغد دلات في حد تاي طيب بص كده شايفين اللي على اليمين دي كلمة فلتر فلتر دي ما كانتش موجودة في ال يعني انا اعتقد اول اعتقد 25 26 كانتش موجودة قبل كده على ما انتذكر هو 26 هو اللي ضف قبل كده موجودة حتة الفلتر دي وقد يجوز انها كانت من 25 كمان مش فاكر خلاص لكن قبل كده اذا ما قلت كل ما دا هو دا التطور اللي بيعملوه طب ايه لازمتها بقى فلتر دي بقى لازمتها حاجة جميلة قوي يعني افرد الرسمة 74 موظف كله طب يفرد انا عايز اعمل نفس الرسمة دي هي هي بس مش لكل الموظفين انا عايز للميلز بس او للمستوى وظيفي معين او للمدرين بس او تقدر تعمل فلتر بقى هنا نعملها على الوظيفة فلانا عايز اعمل الرسمة دي دي فقط لغير لابنا لازم اخد ال job اللي هي employment category وارميها هنا على الفلتر اهو اسحبها كده وارميها على الفلتر اهو اقول ما يبقيت كده سيب خلاص اولا دلوقتي يسا ما عملش حاجة يعني انت محدد لهوش انت عايز الرسمة دي لان هي وظيفة وبالتالي لما انا رميت employment category هنا على الفلتر على طول راح لي على الفلتر دا وجايب لك اهو كلهم موجودين فيش حاجة excluded فيش حاجة excluded طب انا عايز الرسمة دي بس بنعمل ايه اروح الغي وادوس على ال x الحمرة كده بقت excluded وقف على المانجر وادوس على ال x الحمرة كده بقت excluded اصبح الرسمة دي لما هتترسم هتترسم لمين ده clerical فقط خلاص افضل انا عايز مرة clerical مرة 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 هتعمل الكلام ده ثلاث مرات وادوس وارجع عنازل clerical تحت وحط حاجة مكان فوق وادوس 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 ثلاث مرات وارا بعض اهو تعال نعملهم سريعا كده احفظ بقى الترتيب اهو لك خلاص عشان همش بها يكتب دي وحقول لك الخصة بعدين تاني اهو هنروح وقف على دي عشان يصالك الشاشة دي وهنروح اطلع الكستوديا الفوق لازم اطلع حاجة فوق الاول والكليرك ننزل تحت اصبح ده الكستوديا وادوس وادوس وابعدين الرسمة الاخيرة شارت بيلدر وقف على الفلتر وطلع فوق وانزل الكستوديا تحت دي الرسمة التالتة والاخيرة واقول له ايدي التلات رسومات واحدة الكستوديا والمانج بص هنا قال لي ايه اهم التلاتة بص بيقول لك لكن ما قال ليش هاي الكستوديا ولا المانج انا اعتقد في القادمة هيتدركوا الحتة دي ويكتب لك انهي هما دول مين انا ممكن اروح انا اكتب ها بيدي بقى يعني اكتب ها بيدي لكن هو ما بيطلعهاش لكن هو قال لك بس ان في فلتر معمول لكن دول الكليار اللي تحت ها نفس الكلام احو برضو فلتر باي ام بلا كاتيجور اللي لكده الفكرة انا بقى اقدر اعملها ازاي يعني تعال مثلا الاخيرة دي بتاعت المانجر الاخيرة دي بتاعت المانجر هرجع تاني على وقف على المانجر طيب انا دلوقتي عايز احدد له ان دي المانجر تقدر تحطي في هنا شايف في في احو اختار باي فوت نوت يعني حطها في الفوت نوت اللي دي فوت نوت اللي تحت اختار فوت نوت وتقول له في هنا اكتب اقول له مثلا دي فور مانجر احو خلاص ووكي بص هيطلع لي رسمة جديدة طبع ما يبسحش القديم احو بص انا كده بتاقي باي ده اي با فيلتر باي امبلايمت كاتيجوري فور مانجر يبا انا حددتله ان دي بتاعت المانجر وبالتالي وانت بتعمل الكلام ده اول باول تكتب دي بتاعت مية عشان تطلع لك قراطون في ايه في الرسمة مرة واحدة تقدر طبعا تضيف الارقام زي ما اضيف ما قبل كده تقدر تعمل حاجات كتيرة الكلام اللي قلناها بقى في الاتشارت اه اديتر مفهوم معايك فكرة الفلتر ايه جمع هلا قدر رحط فيلتر جوا فيلتر اه يعني فده انا عايز الرسمة دي للمانجر في ميل او المانجر الميل تقدر طبعا تعمل الكلام دي اه ازاي هتعمل ايه انا دلوقتي دي معمولة للمانجر اللي هم المانجر طبعا انا عايز للميل المانجر هنا كل المانجر سواء كان ميل او فميل طبعا انا عايز كمان للجندر يعني للجندر معين الميل او فميل فقبل انا هعمل ايه هروح هاخد الجندر وارمي فوق الفلتر بص بقى بص معين الاول اه دي اه الجندر هاسحبه واروح على الجندر لو سبت كده لا اطلع فوق شوية غير ما تظهر علامة الزاد ايوة اول ما تظهر علامة الزاد يعني انا بقول ضيف لفلتر جوه فلتر ما تسيب ش هنا لازم تبقى ايه اه علامة ازاي تظهر كده بقى عندي موجودين هنا ايه اللي ظهر لك وبص فوق بقى ظهر لي تحت فوق شايف كده هت الفوق دي اه لما اتحرك في فلتر وفلتر عشان انا احط لو ضفت فلتر ثالت او افرد خدت وامت رايح هنا برضو علامة الزاد وسبت بقى فلتر بانل 1 بانل 2 بانل 3 لما تقف على فلتر بانل 1 يجيب لك الوظيفة اهو المانجر مين اللي سيليكت المانجر مين اللي اكسكلود الكيركال والكاستودي لما اقف على فلتر بانل 2 هيطلق لك مين الجندر الاتنين لسه يعني الغد دلوقتي الرسمة دي معمولة المانجر فقط لغير لكل الموظفين سواء كانوا ميل او في ميل سواء كانت المينورة بتاعتهم يسئر نوق طب انا اعجز المانجر الميلز هما الميلز اكتر عشان كده ايه هخليها للميلز الميلز مفيش 10 مفار الرسمة كلها 3 تربحها مش هيظر يعني بارز كتير هتختفي فان هستبعد الميلز من هنا اهو كده اصبح يبقى انا الرسمة دي للمانجر الميل لكن ما زال لسه الفلتر اللي هي المينورتي اللي هما اليس والنو زي ما هم خلاص هما اليس اكتر من النو فانا هلغي النو او العكس النو هو اللي اكتر اهو عشان بس الرسمة يطلع فيها عمدة تطلعش فاضي في الاخر اهدي كده راجع بقى تاني اما اطوف على فلتر بانل وان احط تلاتة فلتر هنا في الشاشة دي فلتر بانل وان هي المينورتي وانا مختار المانجر ومستبعد الهنين التانية فلتر بانل تو اعدل تو كمان نعم اه ما اعدلت اهو تو خلت خلتها الميل ولغيت الفميل اهدي فلتر بانل تو انا لغيت الفميل اهو وسبت الميل فلتر بانل سري ده اللي هو المينورتي كلاسفيكيشن انا سبت النو ولغيت الاس كده اصبح الرسمة دي هتطلع مين هتطلع للمانجر الميل اللي هما النو اللي مش ماينور اللي مش ماينور الناس العادي خلاص فهمنا كده حتت الفلتر خطه بقى في الفوتنوت هذي عندي الفوتنوت التاني ايه ايه مزالة تاني في الكاس تبقى يبقى انا هكتب ايه فور مانجر قم ميل and minority is known يبقى انا حددت الرسمة دي تلال مين عزين يطلع لي في في title اتو دوس كده اوكي هذه الرسمة الاخيرة اه اه المانجر الميل و المانورتي is known يعني الناس العاديين انا عمدت بسطور على الكريريك التلالية الفاضية في 17 وال 21 سنة ترا كلهم البارس فاضيين 18 19 برضه عشان مش متوفرين الكاتيجرز دي انا عملتها على الكريريكل مش على المانجر كل اللي عملتها كريريكل فتلا 17 و 18 كلهم فاضيين هو ده الموجود يعني هو ده الموجود في الكلاس اللي انت اخترت مستوى التعليم الباية مش موجودة يعني انا هنا بصد ال 12 مفيش ال 14 مفيش ال 8 مفيش ال 3 كاتيجرز دول مش موجودين لان دي لازم منجر و ميالز و مايناورتي كلاسفكيش نوع لازم يتوقفوا فيه 3 حاجات اي واحدة من 3 مش موجودة يعني مثلا ال 8 دول مافهمش مانجر كما مش هتزر ال 12 دول فيهم مانجر لكن مافهمش مينورتي نوع وال 14 فيهم مانجر بس مكم ميباش فيهم في ميلز ميلز اصدق كلهم في المسل حسب بقى يعني هو هيجيب لك المتوافر فقط لغ فيمنا كده حتة الفلتر فدي خطة جميلة جدا زي ما قلت طب طب قبل ما يظهر الكلام ده كنا بنعملها ازاي فيه طريقة تاج بس بنعمل على كذا خاطر يعني لسه فيه امكانات كتيرة هورالك ممكن اعمل الكلام ده بس طريقة مطولة قوي طب وليه من عندي الاسهل هو ده الاسهل بنعملها بالشكل هم نرسيت بقى فكرة الفلتر هنا نفس فكرة السلايسر في الاسهل مزبوط اه بنشغل مثلا في الاسهل بفوت تابل بيكون نفس الفكرة دي مزبوط كده مزبوط كده ونفس الفكرة في الكاسطم تابل لما تروح تستبعد كاتيجرز معينة يعني فهنا عايز الجاد اللي بقى فيه المانجر الميلز اللي مش عارف كزا تقدر تلغي بقى بقية الكاتيجرز في الجاد هي نفس الفكرة طيب ده كده كان السامبل بار هنعمل ريسيت للكلام ده وهارجع تاني على الجالري هنشوف الجرافس وهنبدأ نبص على ناخد البريك دلوقتي وبعدين نكمل بقية الجرافس بس البريك يبقى نص ساعة يعني ناخد بريك لمدة نص ساعة العصر بالنسبة لمصر العصر الخمسة لتلت فهيبقى بعد ما نخلص بنصلي العصر ان شاء الله فدروقتي الساعة ثلاثة ونص وخمسة اربعة وخمسة بالزبط نيرجع نكمل المحضر ناخد البريك ونرجع نكمل ان شاء الله حد عنده اي استفسار قبل ما نطلع البريك انتوا انت اسمعوا بريك ولا فيه استفسارات ولا فيه كلام من هازين نجري على البريك فناخد البريك وبعدين لو فيه استفسارات نعجلها البعد البريك ان شاء الله يلا نشوفكم على خير ان شاء الله ساعة اربعة وخمسة شكرا